لأن احنا نبدأ وإذا تكرم أسامة عجوري يتابع معنا إدخال الناس اللي في الويتنج أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا بكم جميعا وفرصة جميلة جدا إن احنا قدرنا إن احنا نعمل هذا الاجتماع ومعنا شخصيات رائعة من لبنان هو في ناس دخلت في التاول لحظة دكتور حسن واكد زوجي من المملكة العربية السعودية مصري بيعمل في المملكة العربية السعودية والمهندس محمد الرافعي كان مش عارفة اسم راح فينه طيب عني بس أكيد هيزهر هيام زكي وأرجو أني مكنش وعبد الحميد يحيى والمهندس عندي سطوحي كمان أهلا وسهلا بيك والمهندس واقل المصري العظيم أخيرا شرفت أهلا وسهلا بيكم طيب إحنا هنبدأ على طول عشان الوقت إحنا تعرفنا في الفترة الأولانية من قبل ما يبدأ التسجيل بس أنا هقول موجز بسيط طبعا إحنا مش محتاجة يعني أظهر أي سور للانفجار اللي حصل في بيروت كلنا عشناه سواء اللي كانوا في لبنان أو لبنانيين أو غير اللبنانيين في لبنان وكذلك كلنا في العالم العربي اتفجرت أسئلة كتير جدا بعديها منها إزاي ممكن يبقى فيه دور عربي بكل ما تحمل الكلمة من معنى ومن ضمن الحاجات اللي إحنا اتفتنا لها إن الانفجار اللي حصل تبعوا يعني كارثة في العمران وضروري نبتدي نفكر إحنا كمهنيين وكأسادزة إزاي نقدر إن إحنا يبقى لنا ندلو بدلونا في هذه المرحلة لإن كتير قوي نشأت ملاحظات عن إن كان في حاجات ممكن تتدارك كان في حاجات ممكن إن هي تكون أحسن حتى في عملية إعادة البناء كان فيه برضو بعض قواعد طلعت إن هيتحصل مساعدات بس على شرط يتم كل حاجة زي ما كانت بالظبط وأنا كنت متعجبة شوية لأن أكيد لما حصل انفجار فيه ناس أدركت إن مثلاً المساحات الزجاجية الرهيبة دي ضروري تتعالج بطريقة مختلفة ده مثل بسيط من أمثلة كتير فقلنا طيب إحنا هنجتمع مع بعض وهنسمع طبعاً من الجانب اللبناني الأول لأن الموضوع عندكم وإنتوا من نفس الأرض فهتفيدونا وبعدين نبتدي ندخل بمدخلات فممكن إذا سمحتوا لي هبدأ بالدكتور إلي حداد لو ما عنده مانا دكتور إلي سمعني نعم سمعك هلأ عم تسمعوني نعم أول شي شكراً على المبادرة القيمة واللي بتبرهن عن مدى الاهتمام العربي الواسع بالمأساة اللي حصلت في بيروت ومدى الاهتمام أيضاً بالحفاظ على نسيج هذه المدينة ومساعدتنا في إيجاد الحلول هلأ لطرحتي حضرتك مسألة أساسية هي اللي هي شو ممكن يكون الدور العربي بهالمجال بتصور أنا يعني من حسب إطلاعي العالم العربي بأجمع وعم بيعاني من مشكلة بالتعاطي مع تراثه وبالتالي ما بعرف وين في حلول أفضل أو وين ممكن حداً يجي يطرح حلول أفضل لها المعدلة غير ما إنه يكون الضغط ضغط معنوي من قبل هيئة مثل هيئة المعماريين العرب أو غيرها لحس الحكومة اللبنانية على والبرلمان اللبناني بالأحرى هلأ يعني صدقوا على مشروع وضع المنطقة كلها قائد الدرس هاي الخطوة الأساسية اليوم يلي تحركت مجموعة من المجتمع المدني إضافة إلى مجموعة من نقابة المهندسين ببيروت من أجل هالهدف الأساسي لأنه في إذا ما نحطت هاي المنطقة قائد الدرس حيتان المال والحيتان شو اسمه الاستثمار رح ينقضوا عليها ورح تنتهي رح تزول كمنطقة كانت فعلاً تتمتع بنسبة لا بأس بها من التراث المعمارية اللي بيرجع للكارن التاسع عشر وبداية الكارن العشرين وحتى النصف الأول من الكارن العشرين وبالتالي أنا برأيي هيدا يعني هلأ لما يوصل على بارلمان رئيس البرلمان بلبنان كتاب من هيئة معمارية إلى أهميتها يمكن بالعالم العربي ممكن تكون هيئة المعماريين العرب أو غيره بحس على هالموضوع هيدا بيعطي إيمة إضافية لهالهدف هيدا يعني بمختصر الشغل الأساسي اللي بفتكر ضروري ينحط ضغط عليها ضغط دولي ضغط عربي أكيد هلأ فيه كمان بالمستقبل أكيد فينا نستفيد من تجارب معينة بالعالم العربي يلي نجحت بإعادة إعمار مناطق أو أحياء أو مناطق تراثية ضمن مدن مثل الكاهرة أو تونس أو غيره بضمن يعني معايير معينة حافظت على هالتراس المعماري وبذات الوقت ما قدت إلى ترقية طبقية اللي بسميها الترقية الطبقية هي جنتريفيكيشن يعني تصفي هاي المناطق هي مناطق لمجموعة من الناس بتتمتع برأس مال معين وبالتالي بينشال من الطبقات الاجتماعية الأخرى هيدا بمختصر رأيي البسيط بهالموضوع شكراً شكراً أنا هاخد دكتورة بتحل لو تحبيت الكلماتاتك تتلو دكتور إلي أو لو جاهزت الصوت الصوت صوت نفضلي أوكي طيب قبل ما حضرتك تتكلمي علشان نبقى عملية نظامية بسرعة ممكن كل حد هيحب يتكلم خاصة من الجانب اللبناني في الوقت الحالي أو حتى لو مصريين بيشتغلوا في الجامعات اللبنانية رجاء بس رايز يور هاند على اله أو حتى تكتبوا في التشات بوكس عشان نعرف نرتب الكلمات شكراً سابدالي شكراً بعض الأمور ونحاول إن إحنا نجاوب ونساعد وكمان نحافظ على ما هو موجود زي ما الدكتور إلي أنه طبعا مبتين في اعتبارنا أنه فيه أوراجي مستثمرين كتير يعني أنا سمعت تعبير زريف أنه الطبخة واحدة وعدة الطبخين كتار دي أنا سمعتها بصراحة في النقابة وكان على أنه قد إيه ناس كتير بدأت فوت على ذات الشيء وده طبعا ممكن يعرقل شوية الناس الجديين في أنه هما يقدروا ياخدوا عمل جاد بس أنا اللي بصراحة واسقة منه الزملاء جدا أنا بتقابل معهم في النقابة بسراحة واسقة منه على أنه نحن يتحافظ على المناطق التارية والأثرية وكمان الهي قواليتي اللي هن بيتمتعوا فيها أنه تملي هنه توقين للريلي شيء أنه يكون فأكيد لو في أي خبرة هما إحنا يعني مثلا أنا خبرتي كانت في شارع المعز كانت في منطقة الهيبتا ستيديوم في اسكندرية في الترميمات في أعادة ترتيب المجتمع أو في هدم الأهرام أو فأكيد هما قادرين على أنه هما يعركوا هذه المعركة وأكيد إحنا إحنا السابورت بتاعنا كلنا واسقة أنا سابورت مصر هيكون هائلة و بس أحتاجه أي شيء أكيد فينا نضغط وأكيد فينا نمد إيد المساعدة لأنه الحدث حدث جليل حقيقي بكل اعتباس يعني حجم الخسائر وحجم الأضرار وحقيقي الامبليكيشن على البني أدمين قاتل إحنا مشغلين عندنا في الجامعة عشان السايكولوجي من كتر ما فيه غير السن وحتى ميديم إيج حتى عندهم مشاكل أنه في اللحظة اللي صار فيها الانفجار بيعودوا ونوع من الأنواع الصراع الداخلي ويظهر فيهم حقيقي العمل يعني ما حدثت وإن شاء الله يا رب يعجيها على خير بإنه إحنا فعلا لازم to support whatever they need we should be there for them definitely. Thank you مشكورة جدا مشكورة دكتورة رانا ودكتور حبيب بعد دكتورة رانا على طول كمان أبي دوري بشكرك جدا دكتورة عفاف وبشكر الجميع على هالجامعة الحقيقة اللي حصل ببيروت كتير كتير كبير ونحنا كل يوم بعدنا يعني لحد اليوم اللي عم ننزل على الأرض واللي عم نشوف عم نشوف أكتر يعني يعني أبعاد وأكتر وأكتر يعني كل ما منفوت على شقة على بيت واحد كل ما منشوف بيت قديم صدع عيلي قديم صدعي عم نشوف كمان أبعاد وأكتر لهم لما عم نشوف على الميكرو الحقيقة بشوف الواحد قدي هيدا الانفجار كتير كتير كبير والانفجار يعني ما في شك انه على المنسوب العمراني هدم كتير وكسر كتير لكن أيضاً في منصوب الإنساني أيضاً الاجتماعي والاقتصادي الدمار طبعه كتير كبير طرحت حضرتك أول الكلام عن كيف نقدر نساعد بعتقد في كتير أمور نقدر نساعد فيها ونتعادت فيها لأنه على المنصوب الإنساني الألم واحد والخسارة واحدة ونقدر كلنا نتكاتب فيه قريباً جداً بتصور حيكون فيه كتير دراسات يمكن ينحط دراسات يعني ممكن الكل يقدر يشارك فيها لإعادة قراءة إعادة تفسير منطقة المرفق منطقة بيروت هلأ بعتقد بعد شوي زملائي كان دكتور حبيب أو دكتور إليب يحكوا أكتر ينفوت أكتر على النسيج العمراني نحكي أكتر شو اللي تضرر بس علاقة المرفق بالمدينة حتى المنطقة بيروت اللي ضربها الانفجار هي منا كتلة وحدة منا كتلة عمرانية وحدة هي أحياء عدد من الأحياء وكل حي عنده نسيجه وكل حي عنده طابعه فإجا هالانفجار وضرب الكل لذلك الحلول أعتقد كلنا منقدر نشارك فيها بس ما تكون من منظر ماكرو لذلك يعني منقدر نفوت أكتر ونشوف الأحياء وبتندرس ففيه شغل كتير وفيه عمل كتير باعتقد الدمار الأكبر هو على المنسوب الإنساني وبعدين العمراني وكل يعني وبعده هلأ بكتفي به هالأدية وبعد شوين نرجع منشوف الحديث وين بيصير شكرا شكرا دكتور حبيب يسعد مساكن مرة تانية أنا حبيب صادق منسق لجنة الجامعات كليات العمارة بالنقابة المهندسين رئيس مؤسس الجدرج من أجل العمارة والمجتمع وأستاذ في الجامعة البنانية عاكد حال ما تمقالت الدكتور إبتهال والدكتور إلي ورانا أنه يعني نحن ناشطين جدا بهذه الفترة في سياغة أفكار أساسية تطرح اقتراحات لها علاقة بكيفية التعاطي مع هذا الحادث المؤلم الذي حصل بدي حاول شواء أنا أعمل مدخل مثل ما قال زميلي إليه حاول مسألة ما هو وقعنا اليوم لبنان هو جزء من هذا العالم العربي الذي تعرض تراثه العمراني تعرضت مدنه إلى كمية دمار غائلة بيروت ليست استثناء بيروت جزء مما عم يحصل بسوريا مما عم يحصل بالعراق مما عم يحصل باليمن وبعض الدول العربية نجت حتى الآن وأتمنى أن تنجوا من من هذه من هذه الأعمال التخريبية أو الأعمال العنيفة أو أعمال التدمير التي نتعرض لمدنه أعتقد القضية الأساسية نحن اليوم نتعاطى مع حادث لا نكون صريحين اليوم واحدة من أزمات العلاقة مع ما يجري في بيروت هو فشل الدولة اللبنانية والفساد المستشري والذي يمكن أن أشاره بخجل زميلي الفشل الزريع في إدارة البلد وليس فقط هذه الأزمة وإجت الحادث حتى يجعل الأمور تذهب إلى أماكن كثير صعبة وكثير حساسة لها علاقة في بنية مدينة بيروت وهذا في عنا مشكلة أولى عدم ثقة في الدولة اللبنانية اليوم موجودة من كل الدول حتى بما فيها العربية في علاقتها مع الدولية واليوم في مؤسسات كثير ما أدري أو قبلاني تفوت من خلال مؤسسات الرسمية عم تحاول أكتر تتعاون مع مؤسسين مثل أبت المنسين مع مؤسسات المدنية مع مؤسسة الجيش إلى آخرية اللي بدي أقوله أنا واللي بهمني يتركز على النعاش نحن اليوم عم نتعامل مع مدننا مع مدن مأزومي ووحدة من أزمات مدينتنا مثل ما قالت هي السلطة الفاشلة عدم وجود رؤية الشي اللي نقال عنه الفساد المبني على اليوم يعني لايس الخطر فقط في خطر أنه 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 المستثمرين العقاريين نحن بالأساس تعطينا مع هذه المدينة العاصمة تعاطي بسياسات ريعية واليوم في أمور كتير عم تنطرحين بعض العقليات بمنحها الطبقي بمنحها الإقصائي لإفئات اجتماعية عديدة ببيروت باعتبار معالجة الريع بالريع يعني معالجة هذه المنطقة باعتبارها كمان منطقة ممكن تأدي إلى إنتاج ريوع مالية وهي مجرد عقار انتقل من حالي إلى حالي نحن بالنقابة المهنسين مع الجامعات عم نعمل جهد استثنائي بهذا المجال لأنه الغياب للدولة اللبنانية الفعلي أدى إلى أوسع حركة تطوع يمكن عم شهدها حيز بالعالم مش بس بالعالم العربي مؤسسات مدنية كثيفة متطوعين عم يشاركوا بكل إمكانياتهم ليس فقط على المستوى العمال الهندسية نقابة المهنسين سجلت 1500 متطوع شارك منهم 800 مهندس ومهندسة متطوعين بالعمل على الأرض أنا أعتقد الأولويات التي نحددها بنقاشنا داخل نقابة المهنسين ومع الجامعات أتحدث عن هذا الجانب لأن هذا جانب معنيين فيه وزملائي الموجودين هنا كلهم منخرطين بهذه العملية الفكرة الأساسية اليوم مطروحة هي أن لا تسبقنا اليوم نحن في نسيج اجتماعي تم تحول إلى ضحية بين ليلة وضحاها إلى ضحية إهمال أدى إلى ما أدى إليه من دمار ومن تشريط لألاف العائلات إلى جانب الموت والجرحة وإلى آخره في قضية أساسية هي حاجات الناس المباشرة بالإيواء بالسكن ببعض البنية التحتية عودة مصالحهم ببلد منهار اتصاديا هذه نقطة أساسية أولى أمام المهندسين قبل ما نحكي عن أي عمرانة أو أي شيء آخر الشيء الثاني المطروح هو الفرصة بغض النظر عن عن الحدث المؤلم اللي حصل البعض عم يعتبرها فرصة لإعادة سياغة علاقتنا مع هذه المدينة مدينة بيروت مثل مثل أي مدينة عربية تتكون من طبقات وكل طبقة هي هوية لهذه المدينة هوية زمنية المنطقة التي انضربت هي تحدد العلاقة الأولى لبيروت عندما تحولت إلى مدينة مرفأ للشرق الأوسط وهذه الأحياء التي شكلت الخروج الأول للمدينة من صورها من القرون الوسط ويشكل هذا هذا الامتداد العمراني الرابط الأساسي مع المرفأ وهو الحاضر لنسيج اجتماعي متعدد الفئات والطبقات وهذه ميزة محلية لهوية هذا المنطقة يعني فالفكرة اليوم بأنه نقدر نطرح رؤية لعملية العلاقة مثل ما قالت زميلتي المرفأ علاقته مع المدينة علاقة المدينة باعتبارها مكون لعاصمة نحن عندنا مشكل بالعالم العربي ونحن جزء منها خطير في لبنان مسألة المونوكالتشر أو الملتكالتشر بين الثقافة الأحادية أو شبكة الثقافات التي تحضنها مدينة بيروت بغض النظر بغض النظر عن الإثنيات عن الطواقف عن عنا إلى آخره لكن هذه مدينة تحتوي على هذا التنوع وتحتوي على هذه الطبقات وتحتوي على هذه المحليات فالفكرة هو بإعادة صياغة علاقة المدينة مع مرفأها مع أحياءها وإعادة صياغتها بما بما يؤمن يؤمن صياغة وفهم حداثة لهذه المدينة بعلاقتها مع نفسها ومع مرفأها لحفاظ على تراثها وبنفس الوقت وهذا نقاش حصل لنا نحن يعني الزملاء اللي عم شاركوا باللقاءات اللي عم تحصل بالنقابة عم يعرفوا أنه اليوم في نقاش كمان هذا الحيز للمهندسين وللفئات الشابة ولبيروت الحديثة اليوم وين موقع باقي العملية ثلاثة مسألة التراث واللي هي مسألة أساسية عم يحكي زميلة أنه اليوم قدرت من خلال النقابة المهندسين وبعض المؤسسات والمعنيين والناشطين بأنه يوضعوا المنطقة تحت الدراسة بس منطقة تحت الدراسة وأخذت قرار وزارة الثقافي بمنع عملية انتقال الملكيات والبيع هذا لفترة سنة بس نحن نعرف حجم الخسائق والبدء بإعادة التأهيل والترميم وبدأ العملية تاخد وقت وعملية معقدة نحن هلأ بفترة مسح الأضرار والتدخل الأولى لكن المشكلة الأساسية بتأمين التمويل وإدارة إعادة الأعمار وإعادة التأهيل وهذه القضية تستأهل جهد جبار وبضغط محلة إقليمي دولة للحفاظ على هذا النسيج الذي يشكل هوية المدينة بالعمل بهذه فترة السنة الفرصة أنه نقدر نصدر قوانين ونصدر رؤية وخطة عامة لهذه المنطقة للمدينة كجزء من المدينة وبشكل خاص أن يكون هناك خطة خاصة للمنطقة التاريخية أو المنطقة الترافية بالآخر بديقوله اللي هو بيأسس لنا لأنه هنا صاروا ثلاث محاور أو هلأ هذا الرابع وهو إدارة العملية لا يمكن أن تكون إدارة عملية إعادة العمار وإعادة التأهيل عملية مفككة عملية تخضع لشروط ومعايير لها علاقة بعدم الشفافية ولها علاقة بالانقسام اللي قائم بالبلد إن كان انقسام طبقي فاسد أو انقسام طائفي أو إلى آخر من القضايا السلبية التي يعاني منها مجتمعنا فإذن بدها إدارة شفافة بدها خيارات مستقلة بدها عناصر وإمكانيات جدية إمكانيات جدية مراقبة لإعادة صياغة المدينة برؤيتها وليست العملية هي عملية تقنية هي عملية كيف سنرى المدينة وكيف سنعيدها مدينة للجميع ومدينة على فكرة بيروت هي ليست مدينة لللبنانيين هي مدينة العرب وهي مدينة أساسية في حوض بعد المتوسط وهذا مفهوم أساسي يجب أن تستند إليه خاصة لأن المرفأ تعرض لهذا لما تعرض له أنا بعتذر إذا طولت بس كنت عم حابب أسس للنقاش بالأربع محاور حاجات الناس والإيواء والواقع الاجتماعي اللي هلأ عم يعانوا منه فئات اجتماعية واسعة عشرات الألوف من الناس اللي تهجروا بحدود 300 ألف نسمة عمين حكي عنهم عندهم وضع صعب عندنا المسألة الثانية فرصة إعادة صياغة تخطيط المدينة والرؤية لإلها ثلاثة مسألة التراث وإعادة تأهيل وهون في نقاش هل نعيد ما دمر بالكامل إلى ما كان عليه هل نحافظ هل هل في أسئلة كثيرة والنقطة الرابعة والأخيرة اللي هي الأساسية إدارة هذه العملية لأنه عندنا بتجاربنا في فشل حصل ليس فقط في لبنان ليس فقط في لبنان بكل العالم العربي في فشل بإدارة عملية ليس فقط إعادة العمار في إدارة تخطيط المدينة ورؤية للمدينة وشكرا شكرا جزيلا بالمناسبة المرفق إحنا كنا حضرنا فيه في آخر مرة كنا في لبنان الحدث المهرجان العمارة العربية اللي قدموا في زملائنا العرب وقبله كان للمعمارين اللبنانيين وقبله كان للمعمارية حوض المتوسط واحتمال ده من الأشياء اللي خلت الواحد يحس إنه كان موجود معاكم الله يسلمك يعني عشتوها للمنطقة منيح الله يسلمك الله يسلمك دكتور فراس مرتدى مسايدكم بالخير منسقنا بين قابك لمهنسين العفو دكتور حبيب أنا آسف فت مأخر خمس دقايق لضرورات بعض التنسيق اللي نحن بعدنا عم نشتغل عليه على مدار الساعة بنقابة المهنسين مع القوى على الأرض وكثير من المتطوعين المهنسين أولا شكرا لألك زميلتنا عفاف فتحية لكل الزملاء المشاركين أخص العرب منهم اللي نحن درنا خلال ساعات ما رح أقول أيام من الفاجعة اللي حصلت من هالكارت اللي حصلت ببيروت اتلاقينا سيل من الاتصالات من الزملاء فرادة والهيئات العربية الهندسية معماريين ومهندسين من مكونات هيئة معماريين العرب واتحاد المهندسين العرب اللي وضعوا كل طاقاتهم بتصرف نقابة المهندسين في بيروت والجرس الهندسي هذا وأن معنويا هو كتير كبير خلال هالعمل اللي تباشر فيه نحن بنقابة المهندسين تطوعا قدام هالكارسة الكبيرة فتح باب التطوع وكان فيه 1200 مهندس بالتصرف نزلوا بمجموعات لمسح الأعمال تفضل دكتور حبيب وذكر على كيفية العمل اللي صار أنا هحكي هون على الإجراءات اللي عم بتصير وين نحن حنكون من بعد هالفترة اللي حنشتغل مثل ما قال لمدة سنين وضعت تحت الدرس ونحن بتأديرنا الموضوع رح يتطلب أكتر بكتير وبشكل أساسي لإعادتها لما كانت من المباني اللي هي بعدها قائمة والتخطيط والتصميم للمباني اللي هي تهدمت وكيف فينا نرجع نشتغل عليها ونتعامل مثل ما صديقي حمدي هلأ موجود معنا السطوحي منقول كيف فينا نحول من التحدي لفرصة ونقدر نتعامل مع هذه الحالة لمراجعة إن موضوعية أو على مستوى كل النسيج التقليدي داخل مدينة بيروت والتعامل معه قدام أي أزمة ممكن تتهدده من زلازل وبالتالي بيروت ممكن تكون معرضة وبالتالي تدعيم هذه المباني إذا برجع لمطرح نقابة المهندسين خلقت مجموعات عمل ونزلت عملة كشف سريع مجموعة من 5 إلى 8 مهندسين لكل مبنى وعننا منطقة 2500 بناء الكشف عليها لحد ديت اللحظة في عنا 2020 بناء تم الكشف الكامل عليهم وتم تصنيفهم بدرجات مختلفة لكيفية التصرف والحاجة لنقدر نتصرف بشأنها وقبل ما نسكر كنا بعدنا عم نصدر تقرير تنطلب من الجيش اللي هو المعني على الأرض لأحد المباني لحتى عم نبعد تقرير فني للهيئة العليا الهندسية لحتى يتم إخلاء البناء وتدعيمه حتى في مباني ظاهرياً كانت مبينة أنه بعدها متينة إنما للأسف وهذه واحدة من المباني القليلة اللي هي رينفوست كونكريت إنما صار فيها مشكل برجع لمطرح وأكد أنه العصف اللي صار والحادثة اللي صارت أثرت بشكل أساسي على المباني الذات القيمة التراثية والعمارة التقليدية ونحن اليوم هيد الخسارة الكبرى يعني صار لي خلال هالكم يوم حكينا على أكتر من ملتقة تنأكد على أنه نحن بيروت اللي خلال إعادة الأعمار للوسط التجاري في كتير من المباني التراثية خسرناها البعض منها ستم إعادة ترميمه وإجابة صورة جميلة بنعجب فيها مدحفياً إنما خسرت الروح وخسرت المجتمع اللي كان يبث الحياة فيها فنحن قدام هذا التحدي اليوم إنه كيف منقدر نحافظ على النسيج العمراني مع السكان والحركة الحياة اللي كانت قائمة فيه وما نسمح لهاللي حصل اليوم يكون فرصة لكتير من المباني أهلا يتركوها وترجع لفقاعة قرية تعيد بناء هاللمباني لنجيب نسيج عمراني أفوال نسيج اجتماعي مختلف ويصير في عنا بعض اللي هني الله ميسر عليهم مسافرين يجوا يشتروا شقة تكون مسكرة ونرجع في عنا بس مطاعم ومراكز جذب سياحي فقط نحن عم نفكر كيف منقدر بيروت وأنسيجتها الأنسام الإيرباني الفاتريمونيال اللي هني موجودين بشكل أساسي الجميزي مرمخايل مع منطقة البشورة زقاء البلاط البسطة تحتها هيدا المناطق اللي هي محيطة ببيروت الأديمة بالوسط اللي هو تم إعادة إعماره إنما بنسيج اجتماعي جديد بيخليها ما فيها الحياة فيها فئة الميسورة من الناس وبطل اسمها وسط بالمفهوم التقليدي للكلمة اللي بيلتقى في كل مكونات المجتمع إذن نحن أمام تحديات حقيقية عم تواجهنا اليوم الاجتماعي منها هو بأهمية كبيرة والتحدي بإعادة الإعمار السريع هو تحدي كتير كبير لحتى النسيج ما ينتقل ويتأقلم مع مواقع أخرى ونصير عن نبرم على ناس يكونوا حابين يرجعوا لنفس المكان والذاكرة يعيشوا فيه هذا اللي نحن هلأ اليوم عم نواجهه ضمن مجموعة بالدكتور حبيب مرة الدكتورة رانا ومعنا الدكتور علي حداد اللي منحكي لقاء كليات العمارة والتنظيم المديني دكتورة ابتهال معنا عمداء لقليات عمارة ببيروت نحن عم نفكر سواء كلياتنا كيف جهودنا بتكون متضافرة كثينك تانك والقدرة لابتداع الأفكار والوقوف قدام هذه التحديات فنحن اليوم هل حنكون أمام رؤية جديدة لعلاقة المدينة بالبحر كما كانت قبل هذا المرفأ اللي توسع ونشوفه بخراءة مختلفة مثل ما منشوفه ببعض الموانئ الكبيرة جداً بأوروبا من هولندا وألمانيا وبلجيكا اللي منشوف فيه إمكانية لعلاقة بين الناس والبحر بعدها أما منرجع كمان لما كان هلأ عليه من حاجز منفصل ومنبلش نفكر كيف نشتغل عليه موقع المرفأ من المرافق الثانية اللبنانية موقع شبكات النقل نحن بنقابة المهندسين وتجمع الروابط العلمية في النقابة اللي هي خمس روابط أساسية التنظيم المديني المعماريين الإنشائيين المساحة والنقل عم نشتغل كمان ونفكر سوا يعني خليني أقول الأفكار عديدة معكم اليوم كمان منغنا بأفكار وبإبداع وأفكار من خارج الصندوق لحتى نقدر نكون على قدر التحدي لمدينة بيروت هي كانت لكل العرب ولكل اللي هني إجوا لبيروت وحبوا أهلا نشكرك كمان مرة لدرب التباني لحضرتك دكتور عفاف على هذا اللقاء القيم وعلى كل الزملاء الحاضرين نحنويهم شكرا 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 أنا هعقب بعد ما الدكتور نبيل محارب برضو من جامعة في لبنان تفضل مساء خير وميرسي جدا دكتور عفاف لدعوتك الكريمة أنا عايز أتكلم بس على نقطتين يمكن وقت الحادث أنا كنت موجود في طرابلس في شمال لبنان بس عائلتي كانت موجودة في بيروت ويعني حسيت أن فيه نقطتين مهمين جدا جدا كان مفترض أن يكونوا موجودين أول نقطة هي إدارة الأزمات ويمكن حتى في زمالنا تكلموا عليها إدارة الأزمة في وقتها أن أنا يكون عندي خطط قادر أتحرك إزاعة الأرض ويكون عندي فيه خطط مسبقة قادر أنا أتعامل معها يعني بيروت وليبنان عدت بأزمات كتير فأنا كنت متخائلا ومفترض أن يكون فيه خطة لما يكون فيه أزمة معينة مين حينزل على الأرض وإيه اللي حيحصل يعني لغاية اليوم الثالث من بعد الأزمة ما كانش فيه أي شغل للبلديات أو أنا شايفها على أقل في المنطقة اللي أنا موجود فيها البعد وكده ما نجد بيروت وشوفت عادت مع عائلتي يعني اليوم الثالث تبتدى الشباب بتاع المنطقة ودي ممكن النقطة التانية اللي أنا عايز أحييهم هم اللي بتدوا يتحركوا بشكل فردي ينظفوا المكان ويبتدوا يشوفوا يلموا الإزاز ويعادوا على البيوت حد عايز حاجة حد محتاج حاجة وبعد كده البلديات بتدت تظهر يمكن في اليوم السادس أو السابع على استحياء وبعد كده بتدت يكونوا موجودين فالجزئية بتاعت خطط إدارة الأزمات أعتقد أنها لازم تكون موجودة ولازم تكون فعالة وضعت الأزمات على جميع المستويات سواء كانت على مستوى المايكرو أو مستوى الماكرو لأن التحركات اللي قد تكون غير مدروسة في المراحل الأولى من الأزمة يا بنقدر نلحق المشكلة يا إما بنعقدها أكتر فدي نقطة النقطة الثانية أنا أحاب أن أحيي الشباب سواء شباب الجامعة من خلال جامعتنا جامعة بيروت العربية أو من الجامعات الأخرى أعتقد أن هم قاموا بدور مهم جدا 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 وهم كانوا عصب الموضوع كله وهم طاقة كبيرة جدا واللي أنا شفتهم كمان على الشارع كان شباب صغير يعني كان فيه 12 سنة لغاية 15 سنة هم اللي كانوا يتحركوا بيكنسهم المناطة وبيلموا الإزاز وكده فكمان يمكن قد تكون الأزمة دية أنتجت لنا فرصة زمال وأن كمان الشباب نبتدي نوجههم أو نعرفهم على التراث طبعنا بشكل كمان أوقع بدل ما هو مبنى وتهدم لا تعال شوف المنطقة دي فعلا فيها إيه وفيها ذكرات إيه ويبتدي وهو بيشارك إنه هو في رفع المعاناة على الناس إنه هو كمان يبقى عارف المنطقة ويحبها أكتر فده يمكن الحاجة اللي أنا حابب أقولها لو ألا خاصهم هي يكون عندنا خطط لإدارة الأزمات سواء جو الأزمة وخطط قبليها إنه بعارفين نتحرك إزاي زائد إنه هو الشباب إنه إحنا نتوجه له ويبقى عندده كمان خطط ليه إحنا ندمجه معنا في المدينة وتبقى المدينة بالنسبة له مش مجرد سكن وخلاص لأ هو مدينة بيتعامل معها بشكل إيجابي جدا وأشكركم وأشكركم على الندوة الجميلة ديت والجامعة الموجودة فيها مرسي كتير ما يبارك فيك قبل ما نروح لأسادزة من جامعات أخرى أو من بلدان أخرى أنا هاستسمحكم في الأستاذ مصطفى ربيعة موجود مصطفى ربيعة موجود أوكي هو أنا شفت الاسم بس أنا مش عارفة أوكي طيب وفي مصطفى موجود مصطفى أتفضل بكم مصطفى مصطفى موجود معنا وبعدين الأستاذ سامير دوماني من لبنان من أهل لبنان هيتكلم برضو عن تجربته كشخص مش مهني مش مهندس معماري إنما أحد أفراد اللي عايشوا الانفجار وطبعا يعني يتأذى منه تفضل تفضل مصطفى دكتور مصطفى معايا هو واضح هو الصوت أوكي معايا أوه الميك مفتوح هفتوح؟ أوه هو مش سامع واضح مش عارف طيب أعتقد لا هو ظاهر ليس مايكروفون مغلق فأنيوي طيب ممكن الأستاذ سامير دوماني لو تقدر بس تعمل الميكروفون تخليه يشتغل تو سمع؟ مرحبا أهلا و سهلا للجميع مرسي مرسي مادام على هالندوى الحلوى كتير وهاللي نحكى كان كتير حلو أنا ما كتير بفهم بالأشياء المعميرية بس كانت very interesting بتأسف كتير هاللي صار لأنه بيروت مثل من قال منا فقط لللبنانيين إنما هي للعالم العربي وحتى في كتير ناس من أوروبا بيحبوا يكونوا هون موجودين ويعيشوا هون فترة طويلة أنا مرح طوي الحديث أنا من الأشخاص هاللي نفت على بعشر الثانية من شيء كان ممكن يكون يا مدمم لألي يا منتهي أمري كليا وهاللي رد عني هو باب الخشب تبع تبع الغرفة تبع عيتي لأنه لما إجت العاصفة بين الهزتين الأرضيتين ما إيشت طلع عاصفة أنا طلعت من غرفتي وسكر البيب والباب هو هاللي تلقى كل شي فيه إزاز شظايا إزاز طايرة وجيني جرحين ثلاثة خفاف ما شي باب بنحكى فيهم لسبة لأه اللي بره صار يعني ما إلي عين أحكي فيهم وحظي إني إني كون عايش اليوم أو كون ما يعني ما بعد ننميح بألف خير شكرا عفوا عفوا شكرا طيب هنا أنا بس عايزة ألفت النظر لحاجة تانية بخلاف الانفجار الانفجار شيء وقد يثبت مع التحقيقات سواء كان إهمال أو عمل إرهابي مش عايزة أدخل في تفاصيل إيش اللي صار بس أنا شايفة شيء واحد إن الناس كلها تكتخت على كل طواقفها وكل طبقاتها علشان تساعد مع بعض الانفجار وده شيء عظيم وضروري يسجل إن الناس وقفت إيد واحدة على كامل طواقفها واختلافاتها وأنا مش من الناس اللي بتستحب التعجيل بالتخمين إن ده عنف أو إرهاب أو أي شيء أنا بحب دايما إن إحنا نستنى لغاية لإن في ده في خلال الفترة اللي إحنا بنتكاهم فيها وبنقول يا طرع مين السبب بسعات بيحصل ظلم جامد جدا على جهات ويحصل كراهية ضغينة ما لها أي داعي الحاجة التانية اللي كنت عايزة أكلم فيها بخلاف الانفجار هي استخدام الزجاج في الوجهات وده عمل كوارث احتمال أكبر كمان من الانفجار في حد ذاته لأن الموجات اللي طلعت من الضغط الهوائي بعد الانفجار عدت عشرة كيلو على ما أعتقده يريد حد من الأساد زي يقولي بالضبط هي وسطة اللي كان وعشان كده لما المهندس حبيب كان بيكلم على موقع المرفق يعني أنا بتصور هو كان مفروضي بابعيد قد إيه عن العاصمة عشان نتجنب الأثار اللي هي الإزاز اللي أنا شفته بيوه على الأطفال داخل بيتهم والتكسير اللي حصل في كل المدينة الناس اللي ما صار لها شيء من الانفجار اتدبحت بالإزاز اللي طاح من الوجهات فدي نقطة تانية ضروري ضروري يعاد النظر في الوجهات الزجاجية وفي نوع الإزاز المستخدم في مساحاته وكمان في طريق التثبيت إنها ضروري تتمتع بمرونة تكفي لاستيعاب ولو نسبة معينة زي ما بنقول إن الإزاز ده بيعزل بنسبة كذا أو الـ reflecting sunraise بنسبة كذا لا إحنا ضروري كمان نقول طريقة تركيبه flexible بدرجة كذا فده مجرد تعقيب بسيط بس هرجع للضيوف الكرام وأنا قدامي القائمة فأنا اسمحولي أولاً أنا هاخد الدكتور عبد المحسن فرحات لإنه رافع إيده وأتمنى إن أي حد يحبي يبقى ليه مدخلة يعني يرفع إيده بس عشان عملية تنظمية شكراً دكتور عبد المحسن فرحات أقدم نفسك لو تمحتو بعدين ترعفافة على تنظيم هذا الاجتماع نخش في الموضوع شرطاً من وجهة نظري إن في إعادة إعمار ما تم تدميره في بيروت أنا حاول أتكلم على المدى المتوسط والبعيد ليس المدى القريب اللي هو طبعاً الجانب الإنساني فيه top priority يعني الإنسان قبل أي شيء لكن في نفس الوقت اللي ده بيحصل لازم ناس تفكر على مستوى أبعد شوية فهنا فيه يعني مفهوم مهم هو بيجي من الإيكولوجي الحقيقة اللي هو بيسمى الانترينسيك باليو القيمة الجوهرية يعني الشجرة مثلاً قيمتها في السوق لو أنا قطعت شجرة وبيعتها في السوق مثلاً هتجيب لي 500 دولار نفس الشجرة اللي لو درست فوايدها ظل ومساهمات كائنات حية إلى آخر ممكن تطلع عندها 500 ألف دولار نفس هذه الشجرة لو درست قوة طبيعة اللي اشتغلت آلاف سنين عشان توجد تربة وماء والشجرة اللي تطلع يمكن تطلع بـ 500 مليون دولار لو درست نواق كمان قدرة الخالق سبحانه وتعالى اللي احنا واخدينها فور جرانت يعني إزاي الشجرة اللي تطلع فدي ما يعني بياند استيميشن فالانترينسيك باليو يجب يبقى في ذهننا في التعامل مع أي مكان يعني غير الأحوال الطرقة والإنسانية لابد يكون لها الفريوريتي في الأكشن القريب لكن الأكشن البعيد لازم نستفكر في موضوع قيمة هذا المكان ما أرى بوضوح يعني إخوتي وزملائي في لبنان يعرفوا المكان أحسن مني أنه ده مش هو المكان المناسب لميناء يعني في وسط المدينة وفي النتوء البارز من المدينة مواجه حتى للشمال يعني حتى من ناحية التهوية الطبيعية هو من أحسن الأماكن التراكس اللي رايحة جاية عشان حركة ميناء لا تتناسب مع الوجهة البحرية لبيروت وأنا ما بكلم من موقف يعني عاطفي انفعالي أنا بكلم أيوة في عاطفة عاطفة إنسانية وعواطف يجب تدينا الدوافع فأنا بشوف إن الميناء يجب تكون خارج الوجهة البحرية الحية لبيروت اللي هي استعمالات سكانية وإيربان ممكن طبعا المارينة المارينة طبعا واضح الفرق بين المارينة والبورت المارينة يخوت لنشاة إلى آخرين وبالطريقة دي هنصل على قطعة أرض رائعة الخصائص لأنها شريط وجهة بحرية ممتد يعني عمقه قليل نسبيا بالنسبة للوجهة ده بيعطي قيمة يعني بلغة أهل السوق قيمة عقارية كبيرة جدا كيفية التعامل إياه أيوة هيبقى لازم فيه جانب عقاري عشان لبنان محتاجة التمويل لكن لا نستسلم تماما لمتطلبات السوق العقارية وإنما بمفاهيم أعلى نتذكر مثلا في بيلباو سبين في أسبانيا جوجنهايم ميوزيوم رفع القدرة الاقتصادية لمدينة متدهورة اقتصاديا ده مبنى واحد يعني يمكن مبنى استثنائي لأهل وفرانجيري المصمم لكن ده حصل فعلا ففي ميناء بيروت أرض ميناء بيروت الآن عندنا فرصة أكبر بكتير للمبدعين اللبنانيين والعرب والعالميين يبقى في وجهة بحرية نسميها مايكروكوزم للبنان ليس بس بيروت أو مايكروكوزم للعالم العربي بشكل أو آخر يجب أن يكون هناك جرين أرياس تتجه بالعمق ليس بس موازي للوجهة البحرية وعمق تخش في الكتلة العمرانية على قد ما نقدر بحيث الكتلة العمرانية الجديدة تبقى من قياس إنساني مش ناطيحات سحاب ونقدر نعمل يعني جدو إقتصادية رائعة بهذا إلى جانب كل هذا أنا بشوف إن الصوامع القمح الحالية هي فرصة رائعة لعمل ميموريال وميموريال بمفاهيم حديثة يعني اللي هو يعني فيه تسميات مثلا اللي هو يقول لك ديد ميوزيوم وليفينج ميوزيوم فيه اللي هو برضو ديد ميموريال وليفينج ميموريال ميموريال فيه إنتر آكشن ميموريال حيي أنا حاولت حاجة مش عارفة أقدر أعرضها أقدر أعرض دكتور عفاف في المدة 3 نعم بس ممكن أستسمحك بس عشان لأنك دي فرصة تانية يا دكتور عبد المحسن بس عشان نسمع من الناس رفع إيدا وأنا أوعبك إن لاحقا بحاجة بسيطة أوي هنعمل بها شكرا ألف ألف شكر الله يسلمك المهندس حمدي سطوحي لو سمحته تمام بصوتي مسموعة كده مسموعة كويس أولي تمام بشكرك دكتور عفاف على تنظيم هذا اللقاء المهم أنا بس عايز أخذ من كلام أصدقائي من لبنان فيه كلام كان مهم جدا في آلية يا دكتور إلي حداد مثلا ركز جدا إن إحنا زي نحافظ على نسيق ونبهنا قال إحنا كعرب عندنا مشكلة كبيرة في التعامل مع التراث ونوافقه تماما هي عندنا أزمة ضخمة وأشار لدور هاية معميل العرب إنها ممكن تضغط على المؤسسات الموجودة في لبنان من أجل التركيز أو التنبيه على الحافظ على التراث بس هنا عايز يعني ألفت نظر كده الحاجة حصلت جيدة إن الإيكموس نفسهم بدعت ودأييد لكده وإن هم بيقدموا دعم وده ممكن يبس فورته كويسه وفي نفس الوقت اليوهاي ايه وده بالتواصل مع النقيب جات على ما أعتقد ده حصل فعلا برضو كان يقدموا زي ممكن يحصل دعمه وفتحوا موضوع الـ بس دكتور إيدي برضو حط جملة مهمة كده أو كلمة جات في النص كنة الحيتان اللي كلنا منخاف منها برضو ودكتورة تهال راحت منابيها قالت الانتهازية برضو الحيتان بس بالنواجهها بالمعرفة وأشارت إن فيه awareness حاصل من الـ movement خاصة من الشباب اللي ممكن تواجه وطبعا الدمار دكتورة رانا قالت هو عن مستوى الإنساني أنا عايز أوصل من الكلام ده وبقيت كلام اللي قاله دكتور حبيب برضو على أنه ده وقعنا كلنا كعارب وكلمة فشل في الإدارة وأنا مرفق جدا وأنها فرصة لطرح رؤية تخطيلة جديدة وده الأكد عليه برضو دكتور فراس أنه ممكن جوال أسمي ده فيه فرصة الحقيقة فيه مشكلة كبيرة المشكلة كبيرة تبتدي من العنوان وأنا عايز بعد إذنكم أخد كلمتين كلمة أعادة الأعمار وكلمة دور المعماريين والأمرانيين أعادة الأعمار اللي منترجمة نقول reconstruction وبقت كلمة ساقية السمعة يعني reconstruction إعادة أعمار العراق إعادة أعمار سوريا لو اختزلنا إن الموضوع فيه أعادة إنشاء ما تم تدميره فإحنا بنفتح الفرصة للحيتان والإنتهازية وا 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 لكن لو قلنا reviving بيروت إحياء بيروت هنا التوجه يختلف تماما وإنتعلم بقى من الدرس ما حصل قبل كده ومنين تبقى عادة الأعمار هي reconstruction لا إحنا عايزنا نتكلم على إحياء بيروت بجد إحياءها فنقب من هل إحياءة بالواطع القديم قبل ما يحصل بعض التطورات اللي اعترض عليها زملأنا في وسط كلامهم ولا حصلت قبل كده إحياءها إن الإنسان هو ليدبني إعمار الإنسان أو إعمار السياسة زي ما أشار دكتور حبيب في فشل الإدارة ولا إعمار مجرد منشآت تخسر فلو بدأ إننا نتمسك بإحياء بيروت reviving بيروت أعتقد هنقدر نخط تحتها واضحة جدا واضحة جدا واضحة جدا بدل منتوه مع الحيثان والإنتهازيين سواء في الداخل أو في الخارج وهي ما أكثرهم النقطة الثانية دور المعمارين والعمرانين وأعتقد كل المخادرين عرب فعايز أقول دور المعمارين وعمرانين العرب بصراحة بصراحة في كل حتة من الدول العربية أقوية جدا وقدرين جدا وبيروت ولبنان فيها معمارين قادرين جدا يقوموا بكل اللي بيحصل لكن تواجدنا كعرب مع بعض لي رسالة تانية أهمة بكتير جدا من المنتج المعمارين وده اللي نحتاجين نشتغل عليه ويمكن يوم حظرة الحادثة أنا بعدت مقترفة دكتور عيد الحديثي أمين عن حد منتين عرب تقول له أرجوك أنا بقدم طلب أنه هيتم عمين العرب تدعو مجموعة من المعماريين العرب من الأكثر المختلفة ونعمل ووردشوب حالا في بيروت مش الهدف نغرب منتجات معمرية أو عمرانية أو تختطية إطلاقا ده صدقوني أبسط شيء ولكن إن إحنا فعلا نبتدي نتكادف ونقرب لبعض ونشتغل مع بعض نحيي الإنسان إحياء علاقتنا مع بعض أساسا في الأساس إحياء الإنسان قبل ما إحياء مجرد شوية مباني ممكن تطلع وبعد كده تطلع بشكل أسوأ من اللي فات أو مكان الإنسان نفسه أنا مش يعني يعني هقول كلمة يمكن تصديمة شوية بس يعني أصدقائي أخواتي اللبنانين يأكدوا ده شعب اللبنان ما يتقلقش عليه يعد بصعاب أكبر بكتير وقادر يعد بحاجات أسهب بس هي ممكن تكون فرصة فعلا كلنا بق يعني تبقى فرصة مش للبنان بس لأن كلنا ننتابع ننتابع لحضراتكم كلكم علاقة الميناء المرفق بالمدينة علاقة البحر بالمدينة علاقة الإنسان لمنتخذ القرار نفسه هو ده يحتاجين نبحث عندي إعادة إعمار يعني إحياء فعلا العلاقة بي وبشكور جدا الدكتور عفاق على تحت الفرصة للبنان الله يسلمك شكرا جزيلا هو بس لما بنقول إعادة إعمار هي على فكرة كلمة إعمار مش بس إعمار أو حجر هي إعمار برضو هي فيها جزء إنساني وحيوي لأنه يعني لما أنا بقول إعادة إحياء أنا حاس أن لأ اللبنانيين أو روح لبنان ما قدرش أقول إنها عايزة إنعاش أو عايزة إنها ماتت عشان أحليها فكلمة إعادة إعمار أنا بحس إنها يعني بتشمل كل شيء بتشمل النواحي الإنسانية والنواحي المعمرية إلى آخر وأنا بقدر جدا الكلام اللي قلته مهندس حمدي شكرا جزيلا أنا في الدكتور علي رقوف رافع إيده والدكتور محمد الرافعي رافع إيده ما عرفش مين اللي رافع إيده الأول بس أهلا وسهلا تفضل أيها مساء الخير عليكم جميعا يا رب يكون صوتي وواصل لكم أنا طبعا شايف إن الدكتور حبيب حط خطة معقولة ومناسبة جدا لأنها فيها ترتيب للأولويات وأنا حابب أتكلم على أول أولوية أتكلم عليها الدكتور حبيب باعتباري هنا أنا أستاذ زائر في جامعة السلطان الفاتح محمد في اسطنبول وكان تعرض علينا ونزل بنعمل على مشروع يخص اللاجئين السوريين والناس اللي هم تركوا أماكنهم في الشمال السوري وذهبوا إلى جنوب شرق تركيا أنا حاسس أنا أعرف من خلال زيارتي المتكررة للبنان وبيروت أنا دايما أقول إن الشعب اللبناني شعب يعشق الجمال والجمال بالنسبة له زي الماء والهواء وبالتالي أنا طبعا عارف إن الجميع سيهتم بقضية بيروت المدينة ولكن في جزء تاني أنا عايز ألفت نظركم ليه وهو إنه حسب ما قال الدكتور حبيب إنه في حوالي 300 ألف شخص خارج منازلهم الآن أو بصورة أو بأخرى يحتاجوا إلى مكان للسكنة وحسب ما تقال فالمكان دو قد يعيشوا فيه لمدة لا تقل عن سنين يعني مش بنتكلم على سنة ولا تنين ممكن بنتكلم على سنوات وإذا جمعت الفرضيات دي مع بعض فأنا أعتقد إن إحنا بصدد إنشاء ولو مستقرة عمرانية أنا مش عايز أسميها مستقرة مؤقتة أنا عايز أقول إنه هيبقى مكان هتعيش فيه هذه الأسر المحبة للجمال وبالتالي أتمنى إنه لما توضع تصميمات لهذه المستقرة سواء عمرانية أو معمارية لا توضع بغرض الحالة العاجلة ولا كأنه إسكان طارق فقط لا توضع بنظرة مستقبلية قد نجد إنها في يوم الأيام تبقى زيها زي زق مكايل زيها زي مجموعة الدرر المحيطة بقلب بيروت إذا كان هناك فعلا فيه فرصة لتوفير أرض في المحيط العمراني أو خارج المحيط العمراني للمدينة نفسها وهذه الأرض تستوعب إنشاء هذه المستقرة وبالتالي أتصور إن إحنا كمعماريين عندنا دور هام جدا وتحدي كبير في إننا إزاي نقدر نوفي باحتياجات عاجلة لهؤلاء الأسر المحتاجة إلى سكنة وفي نفس الوقت أن لا تكون هذه النماذج السكنية أو هذه المستقرة هي لمجرد حالة طارقة معمولة بأقل القليل من الإمكانيات سواء ولا التصاميم حتى مترعة فيها أنها تصاميم جيدة تناسب الحياة قد نجد في يوم الأيام أن الناس تحولها فيما بعد إن شاء الله ممكن تتحول فيما بعد لأنها تبقى زي زوء مكايل مكان لأتليهات فنانين مكان لتذكرنا باللي حصل فأتمنى أنه يعني توضع في الاعتبار لهذه النوم وشكرا لكم جميعا شكرا 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 جزيلا دكتور علي رؤوف شكرا جزيلا أنا الحقيقة مش عايز يعني أستهلك الوقت في جدلية إعادة الإعمار مقابل الإحياء لكن أنا مهتم جدا جدا بفكرة أن نأخذ وقتنا ألا نندفع إلى إعادة الإعمار أنا عايف أن الكلام اللي بقوله ده يعني فيه جزء من الحدة واللاعاطفية عادة الإنسان عندما يقابل باختبار مثل هذا الاختبار العنيف البشع المؤلم اللي تعرضت لي بيروت ولبنان يبزل أقصى جهده لتخلص من أثار هذه التجربة الأليمة لكن أنا أتمنى أن نتعامل وهناك قدرات بديعة في المجتمع اللبناني سواء على مستوى المعماري أو العمراني أو الفكري أو الاجتماعي أو خلافه أن نتعامل مع هذه التجربة كسياق لأن نقف ونسأل تساؤلات ما هي الأولويات الحقيقية لبيروت ما هي المتطلبات الحقيقية لهذه المدينة الفريدة البديعة هل القضية أن نعيد بسرعة عمل مجموعة من المساكن والفضاءات وخلافه أم أنها قد تكون فرصة من الله سبحانه وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم لأن تتحول مدينة بيروت إلى مدينة حقيقية إلا مدينة ليست فقط مدينة للعابرين ليست فقط مدينة للقادرين ليست فقط مدينة لأهل بيروت الذين لا يعملون لبيروت ويتعاملوا معها كمكان لقضاء أسبوعين أو ثلاثة أسابيع للزيارة أنا أعتقد أننا يمكن أيضاً أن نتعلم من تجربة السوليدار هل هي فعلاً أحيى بيروت هل هي تستجيب لكل متطلبات المجتمع أنا أتمنى أن تكون هذه التجربة تعطي لنا الطاقة لكي نتمهل ولا نتصرع وأثناء هذا التمهل تفاعل طاقات الشباب وطاقات المجتمع والقدرة النقدية للمجتمع بكل مستوياته وقطاعاته من محتسي راينج روفر لمحتسي الدراجة إلى أن نسأل كيف نحول بيروت إلى مدينة لكل الناس شكراً جزيلاً شكراً شكراً جزيلاً دكتور علي أبو غنيمة ممكن تفتح أين نعم الله يعطيك العافية شكراً دكتور عفاف على هذا التجمع الله يعطيك العافية أعتقد أنه أنا بدي أحكي عن موضوعين بسيطات في هذا المجال الأول النقطة اللي ركزت عليها دكتور عفاف اللي هي هشاشة الحلول الاقتصادية لمنطقة المناطق المطلة للبحر الكثافة الزجاجية في الواجهات اللي موجودة في مناطقنا في أغلبية دولنا العربية في المناطق المحيطة المواجهة لرؤية البحر للواجهة البحرية أتوقع أنه لازم نلاقي طريقة وحلول غير تقليدية في الاستفادة من إطلالة البحر ولكن كمان من حماية المنازل وشفنا الصور المريعة اللي شفناها من الفيديوهات لكيف كانت الواجهات هاي الزجاجية مؤدية جدا فأتوقع أنه لازم نجد حلول معمارية وأنا مش مع التعامل مع الزجاج بهذه الكثافة لازم نلاقي حلول أخرى وعالمنا العربي دائما العمارة العربية كان دائما متقدمة في إيجاد حلول للواجهات فأتوقع أنه لازم نلاقي حل في هذه النقطة نقطة أخرى إحنا في واقع عربي كثير من الزملاء أحكوا عنه إحنا في واقع عربي وسط مآسع عنيفة في دمار المدن العربية عنا سوريا عنا لبنان حاليا سابقا مع الأسف كانت فيها كثير من الإشكاليات العراق ليبيا اليمن فإذن إحنا بحاجة لدراسة وتقوية موضوع الحفاظ على التراث إحنا كم في جامعاتنا عندنا دراسات أو معاهد أو دراسات عليا في الحفاظ على التراث خاصة الناحية العملية بنركز كثير عن ناحية النظرية وأتوقع إحنا بحاجة جدا إلى مثل هذا الموضوع لأنه إحنا حاليا مأساة لبنان وضحت لنا كم هي قاسية خاصة أنه في مناطق كثير تراثية في وسط بيروت تأثرت بهذا الحادث المباني الحديثة إشكاليتها أقل ولكن مباني تراثية كثيرة شفناها تأثرت وهنا أهمية كمان هل نحن نوثق لعمارتنا هل في توثيق لمبانينا التراثية بشكل دقيق وهنا الأخوان أتوقع في نقابة المهندسين في لبنان دورهم كبير وأتوقع أنهم نشيطين جدا في هذا المجال فأتمنى أنه كل دولنا العربية يكون في عنا دقة في توثيق مبانينا التراثية حتى نستطيع أن نحافظ على لما نعيد إحياءها في أي سبب من الكوارث اللي بصير إنا نقطة أخيرة خابب أحكي فيها أنه هذه المأساة ممكن تعطينا فرصة أنه ليش ما نتعاون إحنا كجامعات عربية أنا حاليا عميد كليت الهندسة في الجامعة الأردنية معماري طبعا وأعتقد أنه أغلبية جامعاتنا الأردنية ستكون مسرورة إذا استطاعت تتعاون مع جامعات في عنا أستاذتنا الدكتورة ابتهال وأتوقع الأخ إلي كمان عميد كلية وكثير من أساسة الجامعات في لبنان وأخونا نبيل ليش ما نعمل إنه إحنا مستعدين في الجامعات الأردنية أنا بحكي بأسهم أقسام العمارة وكليات العمارة في الأردن إنه ممكن عدد من طلابنا يكون لأنه بعده العام الدراسي لم يبدأ ليش ما يكون مجموعة من الطلاب من كل كلية في الجامعات الأقلية الأردن وممكن الدول العربية نأخذ ولو كل كلية أخذت خمس مشاريع تدرس في منطقة المرفى المنطقة اللي صار فيها الحادث وممكن نتعاون مع الجامعات البنانية إنه يكون حتى معنا مشرف وخاصة الآن في الدراسة عن بعد بسهولة ممكن يكون في مشرف مشارك من لبنان مع المشرف من الأردن أو من مصر أو من أي مكان آخر فأنا بطرح هاي النقطة وأتمنى إنه أخواننا سادتنا الدكتور ابتهال وأخونا إلي والآخرين إنه ليش ما يكون ونقابة المهندسين كمان ممكن يكون لهم دور أخ حبيب إنه يكون فيه تعاون إنه نطرح مشاريع التخرج لمشاكل موجودة في المنطقة نفسها ويتعامل معها كل طلابنا العرب فهي بتعمل تفهم أكتر وزي ما حكوا في البداية الأخوان إنه هاي هي يعني قضية عربية مهمة ومهمة التعامل كل أخواننا العرب في مثل هيك موضوع وأنا شاكركم وشاكر هذا التوجد والاهتمام في موضوع مهم مثل هيك وفي مدينة غالية علينا كنا مثل بيروت شكرا لكم شكرا جزيلا شكرا ألف شكر الأستاذ المهندس وائل المصري لو سمعتم شكرا دكتورة على هذه المبادرة الرائعة طبعا بيروت عزيزة علينا جميعا وأعتقد فيه أفكار كثيرة طرحت اليوم ومن وجهة نظري يعني أنا أحب أن يكون فيه زي ما تقولي حيئة تنظيمية وإدارية عليا تكون مؤلفة من كثير من الأطراف المعنيين في هذا الموضوع ليس فقط معماريين لأنه فيه عدة أبعاد واضحة لهذه القضية وتحتاج تضافر جهود كثيرة سواء محلية أو عربية أو دولية ولتنظيم كل هذه الأفكار وهذه الطرحات أعتقد وجود هيئة عليا تكون مستقلة عن الدولة اللبنانية إلى حد كبير تكون يعني من اللبنانيين ومن غير اللبنانيين الحريصين لأن هناك جهود لازم تبذل على أصعدة عدة منها مثلا فعلا الناس المتضررين هذه أولوية لازم يكون إلها زي لجنة خاصة مثلا لجنة خاصة لترميم بعض المباني اللي هي لها طابع طراثي مهم للهوية اللبنانية على مدار تاريخها سواء المباني الحديثة أو المباني من العصر العثماني وغيرها يكون في لجنة خاصة مثلا بموضوع التمويل هناك يعني طبعا في البداية كان هناك متبرعين يعني هبوا لتلبية بعض المصاريف الطارئة ولكن تمويل مشروع من هذا القبيل يحتاج إلى موارد ضخمة جدا وهناك تردد أعتقد من كثير من الهيئات التي عندها استعداد تردد في بذل أي مبالب أو منح أو مساعدات بسبب الوضع الحالي في الحكم في لبنان الذي لا يشجع ولا يعرفون كيف يمكن هذه الأموال أن تتسرى بشكل أو بآخر هناك قضايا قانونية وقضايا عقارية مثلا هناك سماسرة الآن يشتغلون بنهم شديد للتغول على هذه الأماكن التراثية والأماكن التي تدمرت لأنهم يريدون استغلال ذلك واستغلال ضعف السكان الذين ربما وصلوا إلى مرحلة من اليأس بكل العيش في لبنان من يستطيع الهروب في هذا الوقت ربما يفكر إذا جاءته أي فرصة من ثمصار أو من مستثمر عقاري سيأخذها ويهرب ويهاجر كما هاجر كثير من اللبنانيين في السابق إذن أنا أجد أن هناك عدة أبعاد لهذه القضية وأتمنى أن يكون هناك هيئة يشكلها معماريون وغير معماريون العمل المعماري هو جزء من هذه القضية يعني نربطه بما نشاهده من عمران وبناء ولكن بناء البنية التحتية وإعادة التفكير حول كيف يمكن لهذه الكارثة أن تستثمر لإعادة التفكير حول كل هذه القضايا التي توجد في لبنان المشاكل وفي نفس الوقت نحن لا نستطيع أن نفعل شيء بالنسبة للنظام الحكم أو للفساد أو للطائفية هذا الشيء نحن كمعماريون هذا يعني خارج نطاقنا وخارج قدراتنا نحن في كل بلادنا العربية نعاني من قضايا مشابهة ماذا يمكننا أن نفعل؟ يجب أن نتعاضد مع كل الهيئات الفاعلة سواء في لبنان أو في خارجها وتكون هذه أولوية الآن لتنظيم هي عملية إدارية تنظيمية تكون أول الأولويات التي ننادي بها نحن كمعماريين وربما نستطيع أن نتواصل من خلال هيئة المعماريين العرب أو نقابة المهندسين في لبنان للتواصل مع جهات معينة سواء تمويلية أو إدارية أو سياسية في داخل البلاد أو خارجها تكون هذه البداية التي نسعى من خلالها إلى تنظيم هذه المرحلة الحرجة الحقيقة شكراً 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 أستاذ وي أنا قطعت كلامك؟ لا لا خلص الله يسلامك الله يسلامك طيب أنا بدل ما هذكر يريت اللي عايز يعني يعطي كلمة يرفع إيده حتى ولو على الشاشة هنشوفه بس ضروري كنقطة تنظيمية بس عشان أوكي دكتور عبد المحسن تفضل بس رجع يكون مختصر بس عشان ندي فورسة لغاس تاني أيوة نقدر نعمل شير سكرين لو سمحت تفضل شير مهندس عمر أوكي شكراً أرصال شكراً أرصال أوروالق شكراً أرصال هل 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 هنا واضح الرسمة لا لسه ما زهر شي طيب أتكلم من نقطتين لما الرسمة تيجي يعني في موضوع عادة الأعمار والتمويل يعني صحيح نحن معماريين والمخططين مش عايزين نخش كتير في السياسة بس أنا في رأيي فين نقطتين مهمين إن أي تخطيط يبقى قابل للتقسيم لسمول باكيجز يعني ما يبقاش كله لازم مقاول أو شركة مقاولات ضخمة هي التي تأخذ العملية كلها وإنما أكبر عدد من الشركات في ما يسمى يبقى خطوات محدودة المقياس ضمن تصور تخطيطي شامل الحاجة الأخرى أنا في رأيي وأنا يعني بحاول أتابع الأمور في لبنان الثروات الضخمة اللي خرجت من لبنان ممكن يبقى فيه اشتراط إن اللي هيخش بشركة مقاولات لبنانية في إعادة الإعمار لازم يجيب من الخارج مبلغ كذا نسبة مثلا خمسين في المية سبعين في المية من المبلغ المطلوب أو شيء من هذا فيبقى بنربط أكتر من حاجة يعني إعادة إعمار وتنمية اجتماعية اقتصادية في نفس الوقت فيه حاجة أخرى اللي هي بتتعمل كتير في تركيا الحقيقة ودرس مهم اللي هو النظام شبه تعاوني في البناء يعني إن المقاول ما بياخدش حقوق كلها فلوس ياخدها جزء من التطوير نفسه وهو نفسه لما بيكلف مثلا مقاول حديد التسليح مقاول حديد التسليح بياخد 30% من شغله فلوس والباقي وحدات قابلة للبيع فكده يبقى اللعب المالي على الدولة أو على المطور الرئيسي بيتوزع على الجميع ويبقى في دافع للجميع أنهم يحسنوا الموضوعين الرأس ما بينها الآن؟ أيوة نعم الرأس ما بينها دكتور عفاف أيوة نعم طيب صوامع الغلال بقترح تحويلها إلى ميموريال دي أحد الأفكار وطبعا الميدان مبتوح لكل فكرة إبداعي يعني هو فيه كذا مستوى يعني فيه مستوى فكري رمزي فيه مستوى عملي اقتصادي وفيه مستوى فاني تشكيلي لكن الفكر الرمزي أن نحن عايزين حاجة يعني رمز يجمع اللبنانيين فأنا في رأيي الرمز أو أحد الرموز القوية هو طائر العنقاء اللي هو بيسمى يعني حتى في أحد تسمياته طائر الفينيق لأنه أساسا من فينيقيا يعني من لبنان بقى صيط أساطير مختلفة إلى آخره لكن رمزية الموضوع اللي هو الطائر اللي بيخرج من الرماد يعيد من الرماد وديه في رأيي العبقرية اللبنانية يعني طبعا بنحزن والاستضامات والمشاكل والخناءات بين الطواقف وكده لكن لازم نتذكر إزاي إعادة إعمار لبنان بعد الحرب الأهلية تم بسرعة مدهشة وهي دي لبنان الحقيقية هي دي طائر العنقاء الذي يعيد تشكيل نفسه وخلق نفسه من الرماد لازم طبعا دراسة تبتدي ومش ضروري الأربعتاشر سيلندر يحافظ عليهم كلهم يعني المخترح أن يبقى فيه نوع من السلم المدرج وبعدين بنعمل الهيكل اللي هو بتاع الطائر اللي هو بيحوي ثري ديمانشنال لانسكيب أو فيرتيكال لانسكيب بيروت أريدي فيها عمارة الآن فيرتيكال لانسكيب يعني تكاد تكون غابة رأسية فده ما بقى الشيء جديد موجود في العالم يعني من خمسين سنة على الأقل وفيه يعني إمكانيات ضخمة في الفن التشكيلي والانسكيب أركيتكشور والأركيتكشور وده الجميل في الموضوع اللي جاي الواحده في اللسان الأوسط للميناء للميناء الحالية اللي هي ممكن تكون يعني جوهرة المكان الجديد وأحدى جواهر بيروت ولبنان ويتسع الموضوع لكابتريات مطاعم تنزه رأسي وأفقي نباتات لبنان كلها يعني ده مفروض يبقى ماء للبنان أنشطة ثقافية قاعات اجتماعات ضمن التلال الخضرة يبقى رئة خضرة حب اللبنانيين للخضرة معروفه من زمان فبيئة بيروت العمرانية السريعة اللي اتعملت ظلمت اللبنانيين كتير وده يعني فرصة لاسترجاع هذا اقتصادياً ضمن الهيكل الحديدي اللي هو على فكرة بقايا الحديد اللي موجودة الآن يجب ألا تباع خردة لأنها ممكن تبقى يتعامل بها أعمال تشكيلية رائعة ممكن ضمن الهيكل يبقى فيه ويند جنريتورز اللي هي البرتكال اكس والنوع ده ممكن يبقى صغير المقياس مش دوره يبقى كبير لكن متعدد يعني ممكن يبقى مئات ويند جنريتورز ومئات السولار كوليكتورز برضو صغيرة المقياس مش بطريقة مصانع ضمن التشكيل اللي هو بيؤكد المزاييك اللبناني ازاي المزاييك اللبناني بيتجمع ويعمل حاجة كبيرة اكتفي بعضها القدر وشكراً شكراً جزيلاً دكتور عبد المحصن معلش أنا بستعجل شوية ما بسقبش مسافات كبيرة أخرج ازاي أمر أستاذ عمر ممكن تساعد يعني الخروج من عندك ولا من عندي الصورة حضرك عمي بس خروج من من الشير السكرين طيب أنا مشاهر أنا أدوس علي بالزبط خلص أنا هعملها طيب سمير دماني عايز يقول كلمة فضل نعم من شوي كنت عم بحكي مع أختي وقارت ليش أي نوع الزيز اللي حتركب ما بعرف من الرجل يعني مفروض على هالخبرية على هالنقطة هايدي هل لازم ينحط بكل بيروت طبعاً أنا عم أحكي بال عم أحلم هالمفروضي نحط كلنا سوى تمبرد كلاس لأنه بيروت منطقة على بركان مبنية على بركان أصلاً يعني شكراً حسناً طيب طيب هي دي طبعاً تفصيلة سبيسيفيك وأنا هتكلم معاك فيها بس لو حابب حدي يرد على الأستاذ سامير رد سريع دلوقتي اتفضلوا لأنه واضح إن حتى السيكوريت اتكسر سعر؟ ماشي هلأ هايدي مواضيع تقنية ده تسمحي لي أكيد شوية تقال طبعاً طبعاً فضل يعني نحكي القضايا تقنية عديدة أنا بأعتقد يعني خلينا نكون نقديين بنيويين بهذا الموضوع يعني مسألة العلاقة مع المدينة هي ليست مسألة مسطحة نحن بالجامعات وبالنقابة عم يجري نقاش عميق بهذا الاتجاه لأنه مش بهالبساطة فينا نشيل مرفق لأنه المدينة انبنت على هذا المرفق في علاقة عضوية للا علاقة بالطبقات الزمن المسألة يعني المسألة هو فكفكت فكفكت يعني عم تطرح هذه الأفكار فكفكت هذه البناء وإعادة سياغطة ودي رد شوية أنا يعني يعني مسألة إعادة الإحياء وإعادة الإعمار وإعادة التأهيل كل هذه مصطلحات مشروعة وتستخدم ولكن لكن يجب المشكلة هي أنه على المستوى الاجتماعي نحن بعد الحرب الأهلية اللبنانية لم نكن لدينا فرصة لأنه نتشارك في إعادة صياغة مفهومنا لمدينة بيروت لعاصمتنا فإشنا مشروع سوليدار ولن أدخل هلأ بهذا النقاش لدينا فرصة هي الفرصة بأن مهم جداً اللي طرحوا زميلنا حول مسألة بيروت مدينة لكل الناس يعني الدكتور علي الرؤوف فعلاً هي مدينة لكل الناس هي مدينة كل الفئات مدينة كل الطبقات مدينة كل العمارة يعني ما فيني إيجي يقول اليوم بيروت يجب أن تكون كذا وكذا وكذا بطون مسلح حجر تعرفوا هذه الخيارات إشكالياتها كتير كبيرة ما فيه تسرع الواحد لحتى لي يجي يحط نمط أنا تأديري فيه فكرة كتير مهمين ترحد هي كيف تتحول هذه المدينة إلى مدينة مفتوحة كيف تتحول هذه المدينة إلى مدينة كل الناس فعلياً يعني أن لا تصبح تعبر عن هوية أو عن فكر إيديولوجي وهذا سمى من سمات العالم العربي تأتي سلطة بانقلاب تأتي سلطة ما بارك تجي مع حبطي احترامي لوائل بس هي حقيقة ومزبوط أنا أتفق معك ليسوا المعماريين من يغير نظام أو يغير مجتمع بس المعماريين بساهموا بشكل فعلي بحماية مجتمعاتهم بساهموا بشكل فعلي بحماية مجتمعاتهم نحن اليوم عم نعمل ضغط كتير كبير اليوم الفكرة اللي عم تنترح لجهدنا كجامعات وكنقابة أن نكون مرصد يساهم في طرح الأفكار في في ضبط الأمور بالقدر الممكن على مستوى أن نقدر نوع من ضغط محلي إقليمي دولي على مؤسسات المعنية بإدارة عملية إعادة المدينة إلى الحياة وها قضية كتير جوهرية القضايا ليست قضايا تقنية بيبقى فيه الموضوع اللي طرحه زميلنا علي أبو غنين الدكتور علي بغض النظر عن مقافنا من الإزاز بغض النظر عن مقافنا من الإزاز بس أنت ترح فكرة كتير مهمة عم تنترح بلجنتنا هلأ بالنعاش؟ لأنه نحن بالجامعات والمؤسسات المعمرية داخل النقابة عم نناقش إصدار وثيقة وثيقة تطرح مجموعة من اتراح الأفكار التي سنحاول بأن نلزم بها من ضمن منها من ضمن طرحة أفكار كتير هي إدارة إدارة مستئلة لعاملية إعادة 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 الحياة التي نسميها للمدينة إعادة صياغة مفاهيمة مفاهيمة تخطيطية نائبنا ترح بالمجلس الأعلى للتنظيم المدني اللي هو جاد تابت تعرفوا جاد جاد معماري من المعماريين المهمين والمميزين بأفكارهم وبجهدهم إن كان بلبنان ولا خارج لبنان وهو كان الأساسي في إعادة صياغة مشروع وضع المنطقة تحت دراسي وفكرة إزاحة المرفق شوية باتجاه الشمال ببيروت ما فيك تشيل مرفق بمدينة مركبة مصالحها مركبة تمركزها مركبة مجتمعها كل الصيغة اللبنانية وافي على بيروت عاصمة مرفق للشرق الأوسط ما في يجي بهذا البساطة الواحد لأسباب تقنية يقول بشي للمرفق قصة يعني قصة أعقد أنا بعتقد المعماريين اليوم المعماريين اليوم مطروح أمامنا قضايا معقدة يجب أن نتحمل مسؤوليتها الاختراح اللي قاله زميلة بقصة الجامعات أنا معك لأننا طرحنا هذا بالاجتماع الأخير أن الجامعات تسعى لأن تطرح مشاريع على مستوى الجامعات اللبنانية ومسابقات معمارية وأن تكون هذه اللجنة مرصد لتوثيق ومتابعة العمل وترشيده والضغط على الجهات المعنية المسؤولية وفكرتك بأنه نقدر نطلع من لبنان إلى الجامعات العربية مسألة كثير أنا 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 كثير مقتنع بهذه الفكرة وهذه فكرة كثير مهمة وشيء الثاني بدئني فيه أنا مداخلتي نحن مش جديدة تجربتنا بهذا المجال في لبنان أنا أحد الناس يعني أنا اختصاصي عادة تأهيل مناطق التاريخية وأنا كنت من الفريق الذي كان مسؤول عن إعادة إعمار بنت جبال التي تضرر الكبير وهي مدينة التاريخية على حدود فلسطين عندنا مشكل أنه حتى لو طرحنا مشروع متقن بالكامل بالتعاون مع الناس الجهات المسؤولة المعنية بإدارة المكان إن كانت سلطة إن كانت قوى اجتماعية إن كانت حزاب ستخص صراع معك بمصالحها مثل ما قاله وزملائي وخاصة اللي قاله زميلة إليه حول صحاب المصلحة واللي هني اللي سميتون المتغولين أو أنا ممكن سميهم الرأسماليين والمتوحشين كان في صراع حقيقي إنه نحن نقدر نستعيد مدينة تاريخية في جنوب لبنان على حدود فلسطين لها كل معاني الهوية والاستمرار والصمود ما قدرنا أكثر من 30% من مشروعنا فهذه العملية هي عملية تراكمية أنا أعتقد المسألة الأساسية عندنا صراع أساسي أن نتبنى أننا نحن مجتمعات ذات شبكة الثقافات ولسنا ثقافة تهيمن على البطية إذا أمننا هذه الشبكة من حضور الناس الثقافي والهوية والخصوصية والطموحات للحداثة بأن تكون أمكنا مفتوحة أنا بأعتقد منكم بدأنا نسير في السياق الصحيح وبأعتقد زميلنا إليه عنده أو شيء يقوله شكراً دكتور إلي بس مو حضرتك شكراً أفكار كتير قيمة من الجميع ولكن أنا عندي بعض الملاحظات على اللي نقال ومش مش بالضرورة عم بعاكس اللي عم بنقال بس بحب وضح بعض الأشياء أو أعمل يعني بموضوع بموضوع اللي أثار البعض وحبيبي كمان علق عليه المدينة المفتوحة للجميع أنا برأي أي مدينة ناشحة هي مدينة مفتوحة للجميع والجميع عنده عنده اللي بسميها المفتوحة حق المشاركة بها المدينة يعني المدن المقفلة هي مدن ميت ومألا حيات فنحنا بالطبيعة أنه بيروت لعبة الدور مهم ضمن النطاق العربي ومن كم سنة من سنتين نحنا كنا رياديين من أطلقنا مبادرة مباراة المعماريين العرب اللي منتأمل يكملوها زملاء بمصر أو بالأردن أو بغير محل فأكيد دورة محورة بها الموضوع بدي أعلق كمان على موضوع المرفق وأنا يعني بأكد على اللي قاله زميلنا حبيب موضوع المرفق هو عصب الاقتصاد اللبناني يعني 50% أو أكتر من الاقتصاد اللبنان مبنى على هالمرفق ومعدلة المرفق بحد ذات ومشكلة المرفق أنه السلطة السياسية الفاسدة رح نقولها بكل صراحة يعني أصرت على على وضع خاص للمرفق عبر بعد الحرب لحديث اليوم وأصرت على منع تتطور المرافق الأخرى عنا مرفق بترابلوس مرفق بالصيدة حتى بهالأزمة اللي نحنا فيها حاولوا أنه يسكروا النطاء على مرفق ترابلوس لما يرجع يأخذ الدور المفروض يلعبوه كمان يعني هاللامركزية اللي حكي عنا اتفاق الطائف ما عم بطبقوها فعليا ولو بطبقوها يمكن ما كنا وصلنا للي وصلنا هلأ هلأ المرفق اللي بيهتم تاريخيا بموضوع المرفق المرفق هو أساسه حوض واحد كان مقابل لمسجد المجيدية يلي حدو اليوم عم بيطلع عم بيطلع باخرات أكبر ويعملوا أحواد أكبر وحتى فيه شو اسمه شركة هندسية بطريقة غبية طرحت هلأ موضوع أنه عالجت المشكلة بأنه توسيع المرفق لا يمتد لتبيح حتى ويصير عنا أهم مرفق بالعالم فمشكلة أكيد مشكلة أساسية علاقة المرفق بالمدينة وكيف ممكن نلاقي حلول أنسب لهالتوسع الكبير يلي مرفق بيروت أخذوا على حساب غير مدن وبهالطريقة زاد الاقتصاص ببيروت زاد كل مشكلة السهر ببيروت لأنه ما بدنا نخلي غير مرافق تطور هلأ بموضوع الهجوم العقاري على منطقة الجميزي مرم خايل أنا أشرت ببوست وضعته على الفيسبوك من يومان أنه هذا الدمار لأصاب المنطقة ما بلش به أربع قبل هذا الدمار بيمتد أبلش من قبل بكتير والمنطقة حسب ما أفادني بعض الزملاء كانت موضوع على قائد الدرس من 2006 وهذا بيعني أنه في شخص من المدرية العامة للتنظيم المدني أو الأثار ما بعرف على المزبوط مين هو عنده الصلاحية أنه يسمح ببعض الاستثناءات والبعض الاستثناءات كانت كثيرة يعني طلع أبراج بمنطقة مرم خايل والجميزة لأنه المطورين العقاريين قدروا يأنعوا بطريقة حلوة هالشخص المسؤول يشيل بشحطة قلم يشيل أنه هالعقار عن قائد الدرس ويسمح له بالاستثناء يعني المشكلة نحن نبلش من قبل فأكيد يمكن عيشة يمكن تفتح فرصة هايدي إذا فعلا كانت هالمرة قائد الدرس مضبوط نقدر نحط إيدنا على هالموضوع على مدى سنتين ثلاثة ونقدر نوضع خطط تنظيمية لكيف ممكن ترجع تطور هالمنطقة هلا هون أنا بدي عاكس شوي أفكار بعد الزملاء وأنا بهال نطاق بالذات أنا كتير محافظ يعني بكل شي ممكن مكون لبراري إلا بهال النقطة هاي أنا برأي هاي المنطقة كتير إلى خصوصية من ناحية المعمارية فأكيد مش كل الأبنية اللي فيها أسرية ففي مجال محدد لبعض التطوير لبعض طرح أفكار جديدة ولكن نحنا مش بصدد هون ولا المهم هون نطلع بأفكار جديدة من خلال التلاميذ أو غيرها أنه أفكار جديدة كيف ممكن تطور هالمنطقة نحنا بحاجة لأعادة الترميم فأي كليات بتهتم بموضوع الترميم عند الطاقات للترميم عظيم إذا فينا نتعاون معهم بس بموضوع يعني طرح بس أفكار جديدة لكيف ممكن نطور المنطقة اليوم بالذات بعت بعت بالديبلوم آخر ستنة وقلت لهم حذرتهم بالذبط من هالموضوع نحنا اليوم بدنا ننتبه هادي منطقة الواحد بتعطى معها بحساسية العالم منها ناطرة منها أفكار جديدة كيف ممكن نطرح مواضيع عبراج جديدة أو كشي من هنوع المنطقة بحاجة فعلا لمعالجة مثل شخص بالعناية الفائقة منه هلأ بحاجة لتطرح له أفكار كتير حلو هلأ بحاجة ترجع تنعشو تعيشو تخليه بمنطقته وبهال إطار بالذات لأنه حضرتك سألت بالأول كيف ممكن نساعد كيف ممكن الدول العربية تساعد المنظمات تساعد ياللي ما عنده ثقة به السلطة الفاسد ياللي نحنا كمان كلبنانيين ما عندنا ساقة مدينة زوجتي أخذت على عاطقة أنه في شارع صغير غير رح ترجع تعمل ففي مجال لدول لمنظمات عربية كمان أتقرب في متاحف الضررت في مباني تراثية في أحياء فكيرة في مستشفيات صغيرة في مدارس بالمنطقة يعني في مجال وأكيد بالتعاون مع نقابة المهنسين مع فراس والشبيبة في مجال واحد يتحدد لهم أنه في عنا ليستة مناطق أحياء بيوت معينة بحاجة لها المساعدة بالترميم فإذا ممكن إذا حدا يكون مهتم بهالموضوع يتحدد له شغلي وبتتسمى على اسمه مثل ما عملت كطر بعد حرب 2060 وهيدا كل شي بدي أقوله شكرا شكرا جزيلا كلام رائع مسراحة لأن إحنا كنا بنبحث النقطة لحضرتك لسه مكلم فيها دي لأن كنا يعني عايزين نتعاون في بعض الأشياء بس ما كان عارفين منفذ أو طريق وخلال الرحلة لغاية ما وجدنا طريق كان وجدنا صعوبات جدا لأن فيه قيود بنكية وخلافه فكون إحنا بنبعايزين نعرف اسماء جمعيات أو جهات معينة نقدر الشباب وبعض الأشخاص اللي متحمسين جدا يعرفوا يصبوا فيها دا مش موجود والبنوب كلها حطلنا محذير فالنقطة دي هم جدا الأستاذ فراس عايز يقول حاجة صح تفضلوا بعدي المهندس حمد يصطوحي على طول لأنه رافع عيده من بدري تفضل الحقيقة فيه موضوعين بختم باللي تفضلتي فيه عن حديث عن أي مؤسسات ممكن تشتغل دكتور أبو غنيمة نحكي عن رغبة أنه نجمع الكليات العمارة والمعماريين العرب تيساهم أنا مبسوط بهالحراك اللي عم يحصل واللي حضرتكن عم تبلش بأول لقاء منظم بس أنا عم بعمل كمان رفرنس وموجود معي زميلي الأستاذ حمد وإستاذ وائل اللي اشتغلنا سوا على مصابقة القدس عاصمة فلسطين واللي تفاعلنا تحضيرا مع الكثير من كليات العمارة حقيقة عند الحديث دائما في كتير ناس بتتفاعل وبتقول لنا رح تعمل إنما المؤسف عن ديت الموعيد بتتحدد منلاقي فيه اهتمامات تانية هلأ بالرغم من هيك نحنا هنضلنا نكون مسرورين بإنه بعدنا نتكتل من أجل القضايا العربية المهم دائما نضل بنفس النفس تنوصل للآخر دكتور إلي زكر بمهرجان جواز معماريين العرب اللي نحنا منتأمل نقدر نعمله بال2021 متل ما زملائنا بمصر أو بالأردن عرضوا نقدر نكمل فيهن الأنشطة العربية اللي هي بتجمعنا هي أساسية أما فيما يتعلق باللي نحنا اليوم عم نشتغل عليه نحنا للأسف الواقع اللي نحنا عم نمرؤ فيه هي أزمة إمكانيات عنديت المجتمع المحلي كما عنديت السلطة المحلية وأن بكثير من المطارح فيه غياب للسئة بظل إحساس بوجود فساد وحاجة لشفافية غابت عن الإدارة اللبنانية وكانت عم تتجلى خلال السنة اللي ما رأيت من 17-1990 وجاية من الناس اللي هي معطردة بالشارع لهذا السبب تشكل من خمس نقابات هيئة هيئة المدنية لإعادة الأعمار واللي عم تشرب توضع الأطر اللي تسمح بتلقي مساعدات أو توجيه المساعدات والرعابة عليها اللي هي تشكلت من أربعة نقابات وجمعية الصناعيين هنا نقابة المهندسين نقابة المحامين نقابة الخبراء التدقيق المحاسبة و غاب عني النقابة الرابعة هلأ بتحضر الخمس هيئات بخمس نقابات ونقابة المقاولين عفوا اللي رح يكونوا راعيين لهيدي الهيئة المدنية اللي تسمح بتلقي المساعدات هلأ بلش يحضر كتير من المعنيين اليوم أنا صار معي اتصالات من البونك الدولي عم بيحضروا تيعرفوا شو كمساحة الأضرار وإمكانياتها متل ما تفضلوا زملائنا فعلا بيروت هي مش لأهلها حتبقى بيروت هي منارة كل العربي بيجي تيحس ويتنفس حرية وبدنا إياها تضلة هيك رح تبقى هي لكل هالناس لسبب عندما بيكونوا عم يتحمسوا للم المعاونة أو المساعدة رح يكونوا عم يحسوا وحالهم هن دائما إلهم حصة مشاركتكم سائبة بمهرجان جواز معمريين العرب على مغربة من المكان خلتكم تقدروا تحسوا أكتر وكتر من الزملاء راح وزار المنطق إذن التحدي اليوم هو اقتصادي وهو اجتماعي لترميم إعادة أعمار ما تهدم اللي تفضل فيه العميد دكتور إليح الداد كتير موضوعي بأنه نحن نتعامل بموضوعية مع الأشياء وأكيد مش عم نفكر نغير الهوية وبإبداعات استثنائية إنما مأكد نتسأل أي فرص فينا نتعامل معها مع إعادة أعمار الإهراءات مع إمكانية النفأ نتعامل مع المرفأ برؤية جديدة بعلاقته بمحيطه بمفهوم الأمن للمرفأ اللي على طول إحساس بأنه نحن كما لو قلنا سجن هيدا أمور مهمة بتقدر تعطي متنفس للمنطق اللي راح يعاد أعماره وعلى أمل إنها تقدر تكون بوقت الناس قبل ما يكونوا قرروا يتركوا ويهربوا لأماكن لأنه مش قادرين إنهم يرمموا مثل ما عمشوف أنا بشكل يومي يعني عائلات هن مش عارفين وين الأمل بعد الزواضع الاقتصادي اللي واقع فيه لبنان قدام أزمة كمان أزمة واقع منظومة سياسية كمان فيه فيه إشكال بين الموالي وبين المعارض كلها على بعضها تخلق بمطرح للبعض الشباب أحساس بأنه هل في عنا بعد فسحة أمل لازم نضل قول باجتماعنا هيدا عم نقول لها عم نقول لها لها لبنانية واحدا منكم يفكر أنه بيقدر يترك ويتفكروا كندا بتكون تروح إليها ولا فرنسا ولا إياها مطرح لأ نحنا ما قلنا بدنا لبنان وبدنا بيروت وبدنا نضلنا نحمى بهيدا السلة والتواصل شكرا من جديد لألكم شكرا جزيلا أنا بس هعقد تعقيف صغير لأن ده اترح من أول فكرة الانفجار بصراحة وأنا شعره إن لو بتصير جوائز المعمرين العرب المرة القادمة وفي لبنان يا ريت مش هقول على هامش الإفنت لأ أنا أقول على رأس الإفنت يكون في مسابقة زي ما كذكر الدكتور عبد المحسن يبقى في مسابقة لميموريال والميموريال مش عايزة أقول ذكرى الانفجار أنا عايزة أو زي ما أمريكا قالت على دمار الولد تريد سنتر إنما نجي التسمية رائعة أمل لبكرة وتنقل بيروت في المرفق بتاعها بشكل هايل جدا وأنا أكد أقول إن أنا شايفة التصميم حقي أنا يعني رجاء إن يكون فيه مسابقة مع الإذنت القادم المهندس حمدي ستوحي أبقى سيد حمدي اسمحيلي أقول أنا حطيت للجميع بالتصرفكم التقرير المسح الأسبوعي بيعطي فكرة شو الواقع وين نحن نحن نهار التلاتة بيرجع بيصدر يعني بعد يومين بيصدر تقرير جديد إن شاء الله منزودكم فيه بس للعلم والمعرفة تقدر وتطلوا عليه تعرفوا شو حجم الأضرار وشوهي شكرا 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 جزيلا مهندس حمدي ستوحي شكرا جزيلا كلامي مكامل لأصدقائي محبة الألقاب في الرأس مرتضى وإلي حداد وإنك حارث قلت جزء من اللي كنت هو أنا عايز أتكلم على جزئية مشاركة الطلبة وزي ما دكتور علي أبو بنيبة مثلا قال نشتغل مع الأولاد في الجامعة إزاي يكونوا يشتغل مشاريع بتاعتهم تشتغل على المنطقة طيب إحنا عندنا دولات اتحاد كليات العمارة والفنون في وطن العام والاتحاد أعتقد أمينو دكتور محمد الحاج طب ما دعا نشتغل في الأمبريلا وكل سنة مفروض شهر المعرض ونعمله مثلا في شهر 6 أو 4 ندي فورسة نستماس ترجى يكون فيه منتجات تعرض ويبقى نقوي مؤسساتنا ويبقى فيه ناتورك بالتعامل بدل ما تبقى اجتهادات one to one يعني لا تبقى اجتهادات مؤسسية ويبقى هاية معمين العرب نقابة المهانسين في لبنان مع اتحاد كليات الفنون العمارة يقدروا يمدون يوصلوا كل كليات في الوطن العربي بالمعلومات الكافية مثلا خط وفراس حاليا يبقى المعلومات اتحاد وانا بؤكد على كلام اللي قاله صديقي فراس احنا هنضطل عندنا امل انه مش هيبقى كلام بس حتى لو كان تجاربنا قبل كده الرد الفعل بقاش بالقوة لكن والدي بقى نروح بقى للتريبل اي جوائز المعملين العرب كان مفهول تتعامل في 2020 ولكن في اجتماع جماعي العامة اللي فات ويمكن ده يعني ربنا رتبها كان فيه رغبة من مصر والأردن للتنظيم ولكن طلبنا الدولتين طلبوا انه ده اجيله 2021 بالظروف اللي بنمر بيانكل فبالتالي التريبل اي الجاي هيبقى في 2021 الحقيقة انا مش شايف بس انها ممكن تبقى فيه مسابقة على الهامش لا اللي يمنع انه هذا العام بشكل استثنائي الجايزة جاية يعني تدرس في هاي تمامين العرب ويمكن التراح ده يدرس في الاجتماع القادم للجماعية العامة انه ما تبقاش دولة تستضيفه لا الهيئة كلها تتعاون انه يتعامل في بيروت فأي مكان في بيروت الانقاط بتاعة المكان اللي كنا فيه يعني لازم تبقى فيه مسابقة انه مهما كان فاكرين الصورة بتاعة يروشيما انه احنا كلنا نتفرج عليها طلبة المدرسة لقاعدين بين الانقاط بيتعلموا لازم فيه مسابقة انه احنا كلنا البيروت كلنا الوطن العربي كلنا موجدين مجناش بيروت عشان فيه قاعة فخمة مجهزة بفاسيليتي عالية جدا لا احنا موجدين لان احنا متكتفين مع بعضين من بعض فأعتقد تفرق وممكن تبقى لا ده الموضوع كله حوالين اعمار بيروت ومعاي يبقى مجموعة من ورش العمل او مؤتمر او كنا ويبقى حدث يستحق ان يكون يتالي ده ننقش ضروري في الاجتماع القدم جميع العام الهتم عمي العرب ويتاخد بشكل فعالي وبشكر شكرا جزيلا طيب احنا قدامنا ربع ساعة على نهاية اللقاء معرفش الاسم اللي رافع يده ممكن تعمل زميل عبد بدران من فلسطين اهلا وسهلا تفضل بس ممكن تعمل للميكروفون وتتفضل دكتور عبد تعمل مش عم نسمعك بدك تسمحي لو حضرتك دكتور عفاف اه معنش عمر ايو دكتور هلا اممني اهلا تفضل السلام عليكم مساء الخير اول شي من حيفا هذا شرف كثير كبير للي انه اتواجد مع حضرة الاسابدة وحضرة المحترمين وحضرة الكبراء من العالم العربي احنا صراحة كثير كثير متأثرين هنا في حيفا بالكارثة اللي حصلت لبيروت لان الشاطئ الشرقي تبعا البحر القاضي المتوسط كان شريك فيه حوالي 4 مدن رئيسية للأسف شديد مع العمق اللي حكي عنه استاذ حبيب للشرق الأوسط حتى بغداد والعراق للأسف شديد حيفا من 48 حين فصلت عن العالم العربي اللي حبيت اضيفه بالنسبة للأشياء اللي قيلت قبل طبعا في أفكار كثير جميلة وأكثر خلاقة وأكثر وأفكار فيها الداعي كبير في أشياء اللي أنا حسب رأيي لازم يعاد فيها النظر بموضوع إعادة إعمار بيروت أنا حسب رأيي فيه اليوم حتى ننجح بإعمار جديد لبيروت لازم يكون فيه هناك سبيسي 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 يعني من أحد الأشياء اللي مهمة جدا اللي درست عن المدينة الفلسطينية التاريخية إنه المدن وقيمة لما كان فيه هناك شبه التأمين لسبيسي سبيسي سبيسي بالتاريخ الفلسطيني وهاي كان فيه هناك طبعا طرق كثيرة لإقامة هاي سبيسي اللي عم بجرأ بقوله إنه بيروت لازم فعلا إذا بيكون فيه هناك عملية إعمار هلا لازي يكون فيه فيش مجال آخر إنه إن بنى بشكل إنه يكون ناجحة اللي هي مبنية على أسس التراس وهي الشغلي ممكن تنعمل أنا حسب رأي الشفافية طبعا كل القيم اللي قيلت قبل هي قيم بالفعل صحيحة موضوع الشفافية قضية الانفتاح للناس بملكية للناس قضية إيجاد ميكانيزم اللي هو عمليا بيقدر يعمل مع السوشال والإيكوناميكال والهيستوري والإيدنتي تابعت بيروت أنا حسب رأي ممكن ينعمل يعني ما بدأ فوت بتفاصيل تقنية ولكن هناك في مدن كثيرة اللي دراستها ممكن بالفعل القائمين على هذا المشروع ممكن يتبنوا هذا الميكانيزم مطلوب الآن إنه بالفعل نوعا ما لازم يكون فيه تفكير على تأميم شوي المنطقة أنا بحكي تأمين من ناحا من ناحا اقتصادية كمان ما ما يكون إشي ملك فقط الدولي لازم يكون فيه هناك ملك شعبي لأعدة الترميم لأعدة الإعمار ولازم يكون فيه هناك مبادرة معينة أو خلق ميكانيزم اللي بقدر نفس الوقت يعطي يعني زي تطعيمات اقتصادية ولو صغيرة ولو بفوكوس بنقاط معينة اللي مع الوقت تكبر هاي التطعيمات وتصير جزء كبير جدا من اقتصاد قوي في هاي المنطقة أنا بحكي طبعا عن المنطقة اللي هي تدمرت بالذات المطلوب بالفعل يعني هنا مطلوب مش القضية يعني وعيدت كذا مرات انه بالفعل الإمكانيات هي محدودة وفي هناك مشكلة اقتصادية فعلا وطبعا عدا عن المشاكل الإدارية الموجودة الحل لازم يكون اقتصادي أيضا يعني لازم تخذه باعتبارا الحل الاقتصادي لازم يكون جزء جزء مهم جدا في الحل أياتها حلول أخرى فقط مبنية على الفابرك أو على فقط إرجاع مكان هي أنا حسب رأي هو ممكن يكون خطأ وأنا طبعا بأيدش إلي أستاذ إلي بموضوع إنه ما بدنا أفكار جديدة أنا حسب رأي لازم تعطي فرصة بالفعل تسمع أفكار جديدة وأنا حسب رأي شايفة أنا فرصة يعني صح كارتي ولكن هي فرصة لازم نطلق فيها لحياة لحياة من أول وجديد وإذا فيه هناك حاجة وأنا شايف إنه فيه حاجة لتفكيك القائمة أو تفكيك القوة القائمة اللي هي مبنية على الفساد وعدم الشفافية أنا حسب رأي المعماري فيه له دور كبير كيف يقدر يبني أو يقترح اقتراح اللي بالفعل ممكن يفكك هاي القوة القائمة ولهيك بحاجة بحاجة لإعادة بالفعل عصف ذهني كيف ممكن هالشي ينعمل إحنا في حيفا أطلقنا جائزة تقريبا من شهر سمناها جائزة حيفا وهالسن رح يكون فيه مسابقتين مسابقة للطلاب العمارة في مشروع بخص التخرج اللي بتناول مدينة فلسطينية أو قرية فلسطينية وفيه مسابقة ثانية لإعادة إعمار بيروت منها كعرفان للجميل طبعا لبيروت من أهل حيفا الفلسطينيين نوع من رد جميل لبيروت طبعا هي مسابقة عالمية والهدف منها أنه نقدر نحصل خلال تقريبا ستة أشهر على أفكار عالمية في إعادة الإعمار وشكرا كثير طولت عليكو شوائي ولكن سعيد باللحظة أنا شكرا 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 جزيلا طيب علشان المتبقي من الوقت تقريبا قليل جدا أنا عايزة أحد الكلمة لدكتور رانع لأنها رفع يدها وعايزة أسمع من الأستاذ المهندس ماجد سامي إذا تكرم لا يمكن يكون معنا وما هنسمعه يعني برضو عايزة أسمع من الدكتور نامير هيكل المهندس اسماعيل المليجي كمهندس مدني طرحه هيكون مهم جدا وبردو المطلوب يتكلموا رجاء يقدموا نفسهم لأن معظم الناس جديدة على بعض فحكون شكرا لي صدّالي دكتور رانا حكون سريعة جدا أنا بس بدي شير لنقطتين الحقيقة لأنه كتير أفكار قيم من طرح We have so much on the table بدي شير لنقطة إنه المنطقة اللي دربها الانفجار مش كل المنطقة تراثية في منطقة كتير كبيرة اللي هي لجهة الغرب والشمال الغربي منطقة مش تراثية أبدا وفي منطقة منطقة الكارنتينة تحت منطقة اللي مدور الكارنتينة كلها منطقة للحقيقة هي للي مسميهم يمكن الـ less privileged يمكن اجتماعيا والبيوت هون كانت حتى من طين خفيف ومن تنك هود اللي كتير هاي المنطقة المسحت يعني فبعتقد لهي المنطقة للحقيقة حتى نحن بي لجنة المعماريين سيدة العمارة اللي عم نبحث هل نحاول نطلع بورقة اللي أشار إلى زميلي دكتور حبيب نحن هلأ في فاتحين الحوار انه هاي المناطق بحاجة لأركيتكتشر جديدة بحاجة لوظائف جديدة بحاجة هيدا الجيل العربي اللبناني اليوم انه يطرح رؤيته بمدينته يصيغ مدينته فمش كل الابني طبعا الابني التراسية لها تترمم مثل ما كانت حتى في اعتقد في اذا مش غلطاني حوالي الخمستاشر مبنى التراثي اللي يدمروا نهائيا حتى بهيد العقارات نحن اليوم فتحين نقاش بلبنان هل تنبنى مثل ما هي بالظبط أو تتغير هيدا نقاش ويمكن هون الزملاء العرب يقدروا على المستوى على النقاش يكون مفتوح عبر لأنه هيدا علاقة هيدا الجيل بتراثه علاقتنا بمدينتنا بالتراث وبالوظائف الجديدة اللي نحن بحاجة لها لإعادة قراءة وإعادة تفسير مدينتنا وإعادة توظيفها بما يتناسب مع رؤيتنا بما يتناسب مع رؤية الجيل الجديد لمدينته وهون انطلاقا وهون كمان الزميل اللي حكى قبلي دكتور بدران أعتقد بس بديلك إنه نحن هلأ في عنا عم نعمل community-based movement community-based architecture عم نشتغل على الأرض على المستوى الاجتماعي وطبعا هيدا أكتر ما في إلو بجت وأكتر بارت بينزق وبدو وقت بالعمارة لأن المعماريين وأنا معمارية كلنا المعماريين أحيانا منحاول نتخطى هيدا ونروح على الريزولت بس نحن اليوم حتى فاتحين للناس نشوف رأي الناس هاي إهراءات القمح هل بدوا يخلوها متل ما هي بدوا يحولوها لمموريال أو بدوا نعيد ترميمها إعادتها متل ما كانت ما الناس أيضا هني الستيكهولدرز هني اللي قلهم القول الأقوى بالنسبة للترميم أيضا في بعض التجارب بعض البروتجيكت بلشنا نشتغلها على الأرض لنشوف الناس شو بدوا كيف عم بتشوف مدينتها هل شايفي فرصة لإدخال عنصر جديد أو بدى ترجع اللي كان فأيضا نحنا على هيدا المنصوب عم نحاول إنه نشتغل على قدر ما قوتينا من من قوة ومن من إمكانيات على الأرض بكتفي بهيدا شكرا شكرا جزيلا بسرح أنا كنت اشتغلت في السابق على reinstatement of projects من الهيرتج وأتمنى أكون شريكة معكم في البروجيكت اللي هو يتعلق بإعادة بناء بعض الأماكن التراثية شكرا جدا للكلام اللي ولتي طيب ممكن أسمع الأساز ماجد سامي وبعدين هاخد تاني الأيدي المرفوعة شكرا شكرا دكتورة عفاف على الاستضافة وعلى المجموعة الرائعة حيث أنا كنتم مستمتع قاعدة أسمع يعني مش عايز أقطع الكلام وعايز أسمع التحيات قالت أفكار كتيرة وأنا متوافق مع أفكار كتيرة من اللي قالت منها مثلا أن لبنان قادرة على أنها تواجه أي مشكلة بتقابلها وقابلة مشاكل أكبر من كده بكتير لبنان محتاجة حاليا أكتر حاجة دعم معناوي الأول أن إحنا موجودين وإحنا تحت أمرهم في اللي يحتاجوه بعد ما هم يقدروا يشوفوا إيه الواقع اللي عندهم هم أضرب بالواقع اللي موجود وقرارهم في عدد الإعمار ده أن يكون مباني مماثلة للراحة أو الحفاظ على ما هو تراثي وبناء الجديد ده كله قرار يجب أن يكون لبناني غيور كمان أن ما يحصلش أي منح خارج العالم العربي العالم العربي قادر على أن هو يقدم أي منح موجودة وأنا اقترحت عمل كنت اقترحت على فيسبوك وبعدين بعدت على صفحة رئاسة بعمل صندوق زي اللي تعمل للنوبة كلنا لازم نتكتف في أي ما إحنا ده واجب علينا في أي بلد يحصل في حاجة زي كده لازم نتكتف كلنا لأن ما نخليش الخارج هو اللي يفرض علينا خارج الوطن عربي هو اللي يفرض علينا حاجة مهم جدا طبعا عمل مسابقة في بيروت للأعمار مهم جدا حكاية أن نطرح للطلبة في الجامعات العربية مشروع أو مشاريع خاصة بلبنان مش الهدف منها الوصول الأفكار الهدف منها أن يزيد معرفة الطلاب دول بالمدن اللي في العالم العربي زي بظبط ما حصل في مسابقة القدس في معلومات بتتطرح في أبحاث بتتعامل في بدور على معلومات وبالتالي حتزيد المعرفة بمدينة من مدن الهامة جدا في الوطن العربي وهي بيروت أخيرا أنا بحيي كل الموجودين بأفكارهم اتقلت حاجات كتيرة قوي ممكن يطلع منها حاجات فعلا على أرض الواقع لكن زي ما بقول احنا في الصف الثاني الصف الأول لبنان نفسهم المعمريين في لبنان وبقية اللبنانيين من هم يقرروا إيه اللي عايزين بالزبط وإحنا تحت أمرهم في التطوع بعمل اللي هم عايزين لو يحتاجون شكرا جزيلا شكرا جزيلا على كلمتك طيب هو أنا شايف عمر سيد عمر سليم وانا هتاز فرصة وانا بدي لك الكلمة اني أشكر التكنيكل تيم وأشكر بيم أرابيا على المجهودات التقنية عمر يتفضل جزا كون لك الخير دكتور ألف شكرا حضرتك ويعني أنا أعتذر بداية على سوق أدبي أن أنا أطلب الكلمة في زل وجود أستاذياتي الكبار واللي أنا بتعلم منه كتير جدا ويعني أسامة كبيرة جدا إن شاء الله يعني طيب دلوقتي إحنا لو جننا نبص على لبنان فليها وقت خاصة جدا لأنها تعتبرت بلد العربي الوحيد اللي مفوش صحراء وبلد جميلة جدا فإحنا لو نتكلم عن عدد التعمير فلازم فيه ثلاث تقنيات نستعين بهم يعني ألخص كل فيديو واحدة لو شكنا مثلا المستشفى اللي اتعملت في الصين اتعملت في 7 تيام فليه استخدموا بعض التقنيات زي التكنولوجيا البيم إن هم يعملوا نموذج للحاجة وبعد كده يعملوا فابريكيشن إن هم يعملوا الكتعة دي تتركب على طول فيوفروا في الوقت وإن هم يستخدموا نفس المواد الموجودة في المكان زي ما الدكتور حسن فتح أو سيدنا حسن فتح كان بيقول إنه يستعمل نفس الخامات اللي موجودة في المكان واستعمل الطبعات ثلاثية الأبعاد اللي هي بتبني البيت مش مقارد نموذك ده بيبني البيت فإحنا ممكن في خلال عشر تيام نقدر نبني جزء كبير جدا نص أو يعني المكان اللي تدمر ده بشكل قوي جدا والتالة تكنوليات دول هم اللي استعمل بيهم نورمان فوستر لما طلبوا منه وكالة الفضاء الأوروبية إنه يبني مدن في المريخ فاخد تكنولوجيا البيم واخد تكنولوجيا إنه يبني بالنفس انزل تحت قدم ويبني وتكنولوجيا برضو بتاعت التبعاء السلوسية البعاد والتكنولوجيا دول صعب سهل جدا وتوفر كتير يعني تكلفة إنه نحن استعاند بيهم ونبدل المباني هتكون أقلب كتير جدا وتوفير في الوقت وجود عالي جدا المنظر ودخل فيه كل الحاجات خاصة بالإسلامة بشكل جو جدا قلب شكرا حتى لك الدكتور وجزاكم لكم شكرا شكرا المعنظة أمر طيب في إبراهيم دكتور إبراهيم الهندي وفي الأستاذ الدكتور نبيل محارب طيب نستأذن الأستاذ الدكتور نبيل محارب نسمع دكتور إبراهيم الهندي بس عشان هو أول مرة يتحدث وبعد لنا رغض لحضرت الله يسلي فضل مسائل خير جميعا أنا مهندس مش دكتور لا عشان حفظ الأخر شكرا جزيلا عن الندوة واللقاء المثمر بشكر كل الموجودين بأفكارهم بأراءهم كان مش حضيف كتير أنا كان في عندي بس بعض نخرج من هذا اللقاء بمنتج كل هذا من مصير من لبنان من أردن طلح مجموعة من الأفكار بتخيل أنه هذا اللقاء أحرام ينتهي بدون مثلا مخرجات معينة بما إننا نمثل مجموعة من النقابات مجموعة من الجامعات مجموعة من المؤسسات اللي هها علاقة بالعمل المعماري بشكل عام صح أولا مثلا من الطلبات اللي طلبها دكتور إيلي إنه عمل كتاب عربي موحد من النقابات العربية أو الجامعات العربية للضغط على الحكومة أو الجهات المختصة بإعادة الإعمار للتروي أو إعادة الإعمار بالطريقة المناسبة ففلصة نحن موجودين فممكن كل حدا في مؤسسته أو في نقابته يبعث هذه الكتب للحكومة عشان يضغط عليها العمل بشكل مخطط خلينا إحكي أنا مع دكتور ماجد كمان في إنه الموضوع هو بالأساس موضوع لبناني أنا بقدر دور النقاب اللبنانية وعم بطلع على التقارير الأسبوعية لحزم الضمار اتحدد شو مطلوب منا إحنا كمعماريين عرب في خبرات إما ناقصة إما بلزم أن نكمل عليها إحنا يعني مجموعة كبيرة منها ممكن ما زرت لبنان أو ما بتعرف عنه وبرضو هم الجمعية النقابة المهندسين أو المسؤولين عن تقييم الدمار ما بيعرف كل الخبرات الموجودة في الوطن العربي فبتخيل أنه ممكن يكون في لجنة تحدد أنه والله عم بنقصنا الخبرة الفلانية في المجال الفلاني أو هك عشان نحن نقدر نقدم المساعدة المطلوبة بالتعاون مع النقابة المهندسين أو اللجنة اللي ممكن تكون لجنة عربية مشتركة لتقييم الأضرار وإعادة العمار خلينا نحكي وممكن حتى تكون لجنة ل لجنة الطوارئ ممكن لتفادي أي أضرار تانية في أي مكان في الوطن العربي لاحقا ونقطة أخيرة الموضوع الجامعات في مجموعة كبيرة مننا رؤساء دوائر أو عمداء كليات في الجامعات العربية موضوع المسابقات المعمرية أو موضوع الدراسات البحثية بلزمنا مجموعة كبيرة من المعلومات اللي برضو من النقابة أو من الجهات اللبنانية عشان يكون الإشي منطقي أو أقرب لد الصحة إحنا في جامعة بيرزيت حاليا كمنا في عمل ثيم معين لمشاريع التخرج كإعادة إعمار ميناء بيروت طبعا إحنا بحاجة لمجموعة كبيرة من المعلومات والداتا خصوصا إن إحنا كالفلسطينية صعبة كثير نوصل بيروت ومساعدة منكم عشان إحنا ممكن نقدر نساعد في مرحلة من المراحل شكرا كثير وشكرا لجمعة اللطيفة شكرا جزيلا طيب قبل ما نبتدي نستخدم أو نجيب فند من بعض الجهات عشان يطوره بعض المناطق لأن لو بيجي بعض الجهات عشان تطور بعض المناطق حيباليها وجهات نظر خاصة ممكن يكون لها أجندات ممكن يكون لها هذه الأشياء فأعتقد أن قبل ما يجي حتى مفترض أن يكون في خطة عامة مع الحفاظ على خصصية كل منطقة بتطويرها أو ممكن تكون تطويرها يبقى أزاي النقطة الثانية أتمنى أن ممكن تكون دي فرصة وفرصة كويسة جدا لتفعيل دور البلديات يعني المفروض البلديات هي يكون في عند هذه الأشياء والجميع بساعدها بس مش عارف أنا يمكن عندي نقص في المعلومات ولكن اللي أنا شايف أن البلديات يمكن ما خدتش أو كان مفروض تخش بشكل أوضح النقطة الثالثة أنا بضم صوتي لأستاذ أرانا وأستاذ بدران على أن هو مفترض أن ناخد رأي الناس لأن تبدأ يبوتم أب مش تبوتم لأن رأي الناس مهم جدا هم عايزين يعملوا إيه يعني هم عايزين يعودوا عايزين يمشوا عايزين يرموهم البيت بتاعهم شايفين كان في نقص في المكان تابعهم عشان لما تتحط الخطط والمسابقات والاقتراحات تكون ملائمة جيد معاهم عشان هم وانا سعيد ان انا موجود معكم شكرا ألف شك دكتور نمير هيكل انا اسف انا ما شفتش اتفضل 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 اولا بشكرك من ترعفاف على دعوتي سانيا احب بس أساهم مساهمة بسيطة في الموضوع انا عايز اقول ان المدن المعصرة او العصر اللي احنا عايشين فيه صحيح اغلبية المدن بتتعرض لمتغيرات وكوارث ومفاجآت زي الطائرات المناخية والدنية الكوارث الطبيعية الارهاب والتفجيرات الامراض والاوبئة العشوائيات تدهور الاحياء التاريخية والتراثية التدهور الاجتماعي والاقتصادي وناخد الاحياء يعني صح لو جينا نحصر مشكلات المدن مش هنقف عند حد فاصبح النهاردة فيه اتجاه جديد بواكب مفاهيم الاستدامة اللي هو متعلق بـ أو المدن اللي هي تستطيع ان تواجه المتغيرات او الاحداث او اي مشاكل ممكن انها تواجهها بحيث ان المدن دي عندها خطط وبدائل جهزة ما نعودش كل مرة يحدث تفكير في مدينة ما نقول هنعمل ايه في هذه المدينة لا كل مدينة تكون مؤهلة ومجاهلة منجهزة نفسها لمواجهة هذه المشكلة او هذا الموضوع فالصحيح انه الريزيليانس لا موجه مفهوم جديد او يعني انما ارجو ان الفة الانتباه اليه اللي هو استدامة المدن في التعامل مع المتغيرات ومع المتفجئات والكوارس فانا ادعو انه ندخل في الموضوع ده للمدن بتاعتنا كلها ومنطقتنا بالذات معرضة في الفترة الاخيرة للكثير من المشكلات اللي احنا عجزين فعلا احلاها ليه لان ما عندناش برامج ما عندناش خطط ما عندناش طوارق لمواجهة التحديات ولمواجهة المشكلات انا عرفت برضو ان روكفيلر سنتر او فونديشن اسف بترع مئة مدينة على مستوى العالم لتؤهلها انها تكون ريزيليانس انها تكون تستطيع ان تواجه التحديات بتاعتها وطبعا كلها مدينة لها شخصيتها ولها تركيبتها ولها مشاكلها وبالتالي كل مدينة حيكون لها الوصفة او العلاج الخاص بيها او ازاي يحدث التدخل السريع فيها فارجو انه قبل ما نبتدي نتكلم معماريا وعمرانيا والنسيج والتحصصات بتاعتنا طبعا اللي هي هتيجي بس في يعني لاحقا ليه الحل الشامل للأزمة في مدينة بيروت لأن كمان بيروت ما تعرضتش للتفجير لأول مرة دي تعرضت عدة مرات ومع هذا لم يحدث اي اعداد لمواجهة التفجيرات يعني على سبيل المثال هو ليه فيه مواد متفجرة ملاصقة للميناء مش عايز ادخل في الموضوع ده بس بتكلم على انه لو فيه تخطيط مسبق وفيه اعداد لمواجهة الكوارس والمتغيرات اعتقد حنبقى مش في الموقف الحالي اللي اعتقد ان احنا عاجزين عن انه نخرج او نلاقي حل حقيقي مناسب لمواجهة المشكلات اللي موجودة ويروت عليها وشكرا شكرا جزيلا الاستاذ معندس اسماعيل مليجي شكرا على صداف الحضوريتي بس باتطفق مع اراء كتير من اخواننا الخبراء وبعتقد ان اول حاجة ان احنا يعني فرصة جميلة ان احنا نعمل تحديث للمخطط الاستراتيجي لمدينة بيروت مع تركيز على المخططات التفصلية للمناطق ذات الاولوية اللي اهتاء اللي هي تحدد من المشاكل اللي موجودة في المدينة طبعا هي اولها المناطق المتضررة والمناطق التراثية نحافز عليها والمبالي التراثية وبعدين طبعا ديها تجينا المدينة والمناطق ديها ومقى الحفاظ ضبعا على البيئة وادخال بقى التكنولوجات الجديدة في المرور والترانزيت rapid transit سيستيمز مع الطاقة الطاقة الجديدة الطاقات الشمسية وفي نفس الوقت انا باتفق برضو مع الدكتور اللي قال على ريزيديان سين احنا لازم يبقى عندنا خطط احتياطية لمواجهة اي اي مشاكل سواء بيئية او حربية او اي حاجة زي كده احنا نتشكر لحضورتي شكرا جزيلا طيب انا بس تسمحولي بمدحلة بسيطة جدا فيما يتعلق باشراك المجتمع دي نقطة دي نقطة مهمة جدا بس انا شايفة ان زي ما بنقول كده ديمقرسي without awareness ما بتبقاش النتيجة هيلة جدا فانا شايفة ان مهمة جدا ان المجتمع ما يبقاش لوحده المقرر انا شايفة ان يعني ورش تجمع المجتمع المدني وتجمع المهنيين لان انا لاحظت مثلا ان فيه قرارات بيئية ما بيمفاش ان المجتمع المدني اللي هو not aware يتفهمها الا لو مهني ساعد على انه يتفهم ده فبالتالي انا شايفة الجامعة بين المهنيين والمجتمع المدني في ورش واحدة هم جدا انما ما سيفش القرار ابدا للمجتمع لوحده ولا هقول للمهنيين لوحده ضروري جمع بين اتنين الشيء التاني اللي حبيت ان انا اقوله على ذكر ان فيه احد الزمل اتكلم على ان ياريت الحديد تاخدوا بالكم منه انه ما يتحضرش هو مش بس الحديد هو حتى الزجاج كم الزجاج اللي وقع كم المخلفات اللي وقع دي ممكن تاخد يعني انا اذكر ان كان فيه بلد زي السويد بتشتري مخلفات انجلترا والسويد احنا عارفين انها بلد غنية جدا كون انها تشتري مخلفات انجلترا ده ده معناها ان مخلفات الدمار دي كمان بيها سعر آخر فانا بكلم على ده مش من باب بس من باب لفت الانتباه لان حتى المخلفات لها قيمة فحتى لو احنا مش هنعيد بعض الاستخدام لها فهي برضو ضروري نعرف ان هي لها قيمة وضروري نرعي ده انا عايزة اختم بس عايزة في نفس الوقت قبل ما اختم اسأل اذا كان فيه اي حد ما اتكلمش وحابب يقول كلمة قبل ما نقفل واحد اتنين تلاتة شكرا جزيلا الف الف شكر سلام عليكم شكرا شكرا لك شكرا جزيلا شكرا وإلى اللقاء ان شاء الله ببيروت بإذن الله قريبا جدا الله يسلام الحال لك اللي قلتي بالآخر حول لإزاز والألومينيوم هي تستاهل هيك جلسة شي مرة تكون مركزة على نتائج في الأبنية التي بنيت بالزجاج وبالمعدن وبالألومينيوم تعرف كيف أصبحت زي الدجاج الممعوط لم يتبقى شيء إلا العمود وبلاطة الأرض أو الصقف لم يبقى شيء في أبنية تزلطت يعني وكأنه ولم يكن فيها لا ألومينيوم ولا حديد ولا إلى أخرين عكل حال إذا موضوع يستاهل الحديث فيه الله يسلمك الله يسلمك إلى اللقاء إلى اللقاء الله يسلمكم موسوط موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر